السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا وسهلا بكم في الحلقة الثالثة من الملخص الشهري اللي بعمله أنا وصديقي ماهر مسائل فل يدود إزايك هلا هلا احنا لازم نتفج على الاسم هو حصاد الشهر ولا ملخص الشهر يعني كل مرة بنطلع لنا باسم أنا وانا في وسط ما أنا بقول أنا كنت بقول الحلقة الجديدة منه وبعد كده الحقيقة أنا نسيت الاسم أنا مش غيرت الاسم أنا نسيته حصاد الشهر مع ماهر مسائل فل يدود إزايك أيوان أيوان حبيب يا محمود ومتحمس للنقاشة مرة دي خصوصاً إن أنا متوقع إنه فيه دم حيصير هوفولي توقعاتي تكون على جد المأمول يا بشا بالحب يعني خلينا إيه؟ خلي رحنا أولمبية بالتزامن مع الألعاب الأولمبية ونخلي الاختلافات فيها تحضر كده المهم المشاركة مش مهم الفوز زي ما كل اللي بتغلبوا بيقول بص أنا عايزة بتدي الحلقة دي بإن أنا أؤكد لك أن أنت كان عندك حق أنا الشهر ده رجعت السنمة فورما بقى خلاص يعني رحت السنمة كتير وشفت الوشوش اللي بحبها كتير خط التجربة اللي بحبها كتير كل تفشار كتيري تهيقل إن أنا عندي مثلا متاع 500-600 جرام زيادة كده على الماشي بس آه لا أهيا أهيا دي اللي عيشت طبيعية يا ريس الواحد كان نقصه حاجة ما كنتش عارف إيه هي الحقيقة صح صح لا أبدت يعني حتى أوجست بالذات وحنجي للنقطة دي وإحنا بنتكلم لا لا فيه فيه في مجموعة الله أعلم مستوى الأفلام كيف بس فيه أفلام يعني فيه أسبوع أو أسبوعين جاية علينا أظن الأسبوع الجاية واللي بعده ويهاف توتو ثري موفيز تستاهل إن أنا أتفرجها بغض النظر عن مستواها بس يعني تثير الإكتمام إن يروح ودفع فلوس ودخل سينما وأتفرج وأتكلم عليها فالحمد لله يعني وهذا إحنا لسه أوجست ومعروف دائما الأفلام الصيف مش بقوة أفلام الأوسكار أو فترة الأوسكار اللي هي جاية من سبتمبر وإنت طالع فإن شاء الله نكمل زي ما إحنا بإذن الله بس المهم إن إحنا عندنا مواسم عندنا موسم صيف وعندنا موسم جوائز وعندنا نوعيات مختلفة من الأفلام وعندنا أجندة معقولة النهاردة حابب بس المرة دي أفتكر قبل ما نبتدي نتكلم فيهم بالتفاصيل نؤكد إن إحنا حنتطرق لبعض تفاصيل الحرق ولما نوصل أكتر للأعمال الأحدث يعني حنحاول ناخد بالنا شوية مش ضمان إن إحنا حنبعد تماما عن الحرق بس حنحاول ناخد بالنا شوية والبداية بتاعتنا نبتديها من قناة ماهر لمسلسل أنا اتفرجت عليه وتابعته جدا وهو تبعه برضو جدا وعمل له مراجعة وهو مسلسل لوكي انت قدت له 8 من 10 إحنا تكلمنا عن لوكي كمان الحلقة اللي فاتت يعني كنا واصلين لآخر كان باجي آخر حلقة على المسلسل وانت سألتني سؤال وقتها إنه هل الحلقة هل أنت مستمتع ولا وكان عندك سؤال إضافي بس خربت عليك الخطة الجهنمية بروفيسور كنت حتسألني إذا كنت حقول إنه ما عجمني حتقول طب هل تظن إن الحلقة الأخيرة حتنقذ إن الحلقة الأخيرة ممكن تنقذ الدنيا ولا لا بالضبط على الرغم إني أنا وقتها قلت إن أنا مستمتع بس أظن حتى اللي ما كانوا مستمتعين و هنا هرجع لك عشان أنا رأيي موجود ومفصل وموجود للناس كلها لكن أبو أسمع عنك الحلقة الأخيرة فرقت يعني حتى اللي ما كان ممكن مستمتع ممكن هنا نتجادل على إنه والله طب ليش أخذوا الوقت ده كله عشان يورونا هذا الشي ممكن ممكن نتجادل في دي النقطة بس الحلقة الأخيرة جوهرية في عالم مارفل ككل فالمايك عندك ده حين أبغى أسمع رأيك في لوكي لا أنا لغاية ما قبل الحلقة الأخيرة لغاية ما قبل الحلقة الأخيرة ما كنتش مبسوط من المسلسل المسلسل كان عجبني جدا في الحلقة الأولى والتانية وكنت حاسس أن احنا في التراك اللي انت نفسك وصفته لما قلت أن ده أفضل مسلسل من مسلسلات نورفل الجديدة ما بين التلات مسلسلات اللي هم عملوهم ولكن قابلنا بعد كده حلقات فيلرس دي النقطة السلبية لأنا وانت يبدو أن احنا متفقين عليها أن المسلسل ضايع وقت كتير فحاجات كتير المضوع كان ممكن يتديق شوية يبقى أربع حلقات وكان حيبقى أفضل ووصولا للحلقة الخامسة اللي أنا فيها كنت خلاص تاي أنا معرفش المسلسل بيحاول اللي يحكي لنا أنهي حدوت أو أنهي قصة وأنهي سياق أصلا وصولا للحلقة الأخيرة اللي أنا كنت ممكن أو كنت مقتنع أنها ممكن تنقذ الدنيا لو استعدت معنا الخطوط اللي تم تقدمها في الحلقتين الأولانيتين الدنيا قابلة للإنقاذ مش أبعد ما يمكن عن الإنقاذ ولكن اللي حصل في الحلقة السادسة بالنسبة لي أنا لأ أنا اختلف معك تمام ما عجبنيش إطلاقا 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 النقاط السلبية بشكل عام بجانب النقطة بتاعت المسلسل من ستة حلقت وفيه تطويل اللي هو صباح الخير يعني النقطة التانية احنا قضينا وقت كتير قوي مع شخصيات بتحكي حاجات لوكي حكي كتير قوي موبيوس حكي كتير قوي اللوكيز اللي في الديفرنت يونيفورسز حكوا حاجات كتير قوي الشخصية العظيمة اللي تم تقدمها في الحلقة السادسة قعدت الحلقة كلها بتحكي أصلا ولما تيجي تكلم عن الفيجوال سبورت بتاع الحكاوي دوت مفيش فيجوال سبورت طب الإفنت ديت ما تتقدم يعني إيه اللي حصل بدل ما تكون تتجيب لي واحد قاعد على مكتب بشوية فيجوال إفكتس وراء وعمال يحكي إنك فيجوال يتوريني الإكسبرينز ديت أو تقدمها لي في سياق الأحداث دي مشكلة عندي المشكلة لا قولي تعالي نتنقش فيه واحدة وانتفق معاك إلى حد كبير حتى قلتها في المراجعة إنه على بغض النظر على إنه هذا اللي صار في الحلقة السادسة مفتاح للعوالم ومفتاح لخطة مارفل المستقبلية هذا شيء أساسي وما نتغافل عنه إنه صار وإنه فعلا أنا بديت أفهم المرحلة الرابعة وأنا بالنسبة لي هذا شيء إيجابي كبير لأنه أنا إلينا الحلقة السادسة ما نعرف إحنا كيف هنمشي في المرحلة الرابعة الآن تقريبا عرفنا مين هو الشرير الرئيسي عرفنا إيش البريمس أو إيش الحب كنوعا ما لحد دورها حوالينها المرحلة الرابعة من مارفل وهذا شيء إيجابي فأنا قلت بغض النظر عن إيجابية هذا الشيء والإعتبر شيء كبير لكل عشاق مارفل السينمائيين خصوصا لكن برضو كنت متفق معاك فإنه يعني هذا الشرير شايف عندي تايم لاين كان في تويتر وفي كل مكان الناس إنت ما تعرف إيش هيسوي هذا أقوى من ثانوس وواحد حتطل صورة في الكوميك كده على شيء كده يعني بين هو فعلا قوي يعني بس يا جماعة أنا ما شفت هذا كله أنا 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 من جد أنا أتفق معاك في هذا النقطة واحد جالس على مكتب بيوحي بكلامه إنه هو أبسط نسخة من النسخة الثانية منه وأنه النسخة الثانية أقوى منه بس عم يوريني دخلني في هذا المود دخلني أن أكون خايف لا أنا خلصت الحلقة وأنا يعني أوكي طيب تمام بس ما في صفر خوف من اللي ساير كله واتفق معاك جدا إنه مقصرين مرئيا قدل ما كنت جبت لي مثل معروف يتكلم كان عملت حلقة كبيرة على ده الموضوع أو جبت خرجت لم العالم لوكي مثلا وجبت حلقة تخلينا أقول ده هو ده مسلسل لوكي ولا إيه شخصيات جديدة وكله والناس تضارب وفجأة نلاقي نفسنا على أقل يعني الحاجات الجميلة اللي كانت بتعملها جيموف ترونز في بداية كل سيزن واللي عملتها لقصت مرتين تلاتة إنك فجأة دخلت في حلقة أنا معرفش أنا فين دلوقتي هو أنا إيه اللي جبني هنا وبعدين تخدني واحدة 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 بريكينج باد يا جبع طريقة النيراتف بتاع دفينس جيلجان اللي كل مرة تبتدي من نقطة نتعرفش إيه اللي جبك هنا وإزاي هياخدك باكت للأحداث فيه التكال كبير قوي على إنه كان حيفجر قنبلة في نهاية الموسم هم فعلا نفجروا قنبلة في نهاية الموسم وقدموا المالتيفرس وكلام ده كله وبعد كده تبعوها بأكتر حركة فان سيرفز أنا آسف إن أنا حسميها ده بس هقول إنها حقيرة في تاريخ مسلسلات مارفل إنه يقدم لك بعد ما خلص المسلسل إن ده يا جماعة مش مسلسل قصير ولا حاجة ده لسه فيه موسم تاني جاي يعني أنا بقول أنت لو من البداية معرفني إن ده مسلسل موسم أول من مسلسل طريقة البرسبشن وطريقة الاستيعاب بتاعتي كانت حتبقى مختلفة واللي أنت حتزرعه عشان تستلمه بعد كده في الموسم القادمة كان حيكون أفضل لكن إحنا وصححني لو أنا غلطان كلنا دخلنا الحلقة السادسة على أساس إن دي حلقة حاسمة وفي النهاية هي ما حسمتش أي شيء لا ما حسمت وحسيت يعني فيه 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 عارف بالذات لا وأزيدك من شعر بيت خصوصا إنه فيه موسم ثاني خصوصا إنه فيه موسم ثاني أنت ما تطلقتني بيك وخليتني قاعد الله إيش هيصير؟ لا طيب خلص الموسم طلع إنه فيه واحد ثاني وإحنا دحين في عالم جديد طيب خير يا طير نستنى ما فيه إحساس الكليف هانجر ما فيه إحساس إنه قاعد على حافة وسبتني على الرمق الأخير كيف ستخليني أستنى؟ لا أبدا يعني فيه حماس وحمسني العالم مارفل بس كمسلسل لوك المسلسل نفسه حماسي لموسم الثاني ولا شيء بسيط يعني مستنيه بس مش الحماس اللي تقدر تقول إنه فعلا كليف هانجر كده وخلا واشتراني للمواسم الجاية بكل أمانة والقواعد غير واضحة الأبعاد بتاعة العوالم المختلفة ديت مش مشروحة بالقدر الكافي لو كانوا اتكلوا أكتر زي ما انت قلت في المراجعة بتاعتك على فكرة اللي هي قدمتها اللي كانت بشكل أفضل وممكن يتبني عليها وممكن نكمل منها بشكل أحسن أنا مش عارف يعني برضو أنا حاسس في موضوع لوكي ده بضبل ستاندردس شوية عند الناس إن لما مارفل عملتها كلنا سقفنا ولما حاجة ببساطة لكزا دو بابال عملتها ده علقنا لها المشانئ إنه يخبي عنك خط النهاية كانت ساعتها جريمة ولما مارفل عملتها كلنا طبلنا وأنا بتتهم أصلا بإني من أكتر الناس اللي في الدنيا اللي بتطبل لمارفل بس لأ عنده هنا وحقف وبعدين النقطة اللي خلتني معملش مراجعة هي النقطة اللي انت قلتها إن كل ما نيجي نتكلم مع ناس لا ما انتقص لك لو قاري الكوميك بوكس كنت عارفت نفس الخناءات اللي كلنا نتقنين من 4-5 سنين رجعت تاني ما انتقص لك ما تعرفش كانج أي وانا ما عرفش كانج ومهمة الممثل المسلسل والله ما عرفه والله أنا ما عرفه أبدا يعني بكل أمانة ترى أنا صح أني ماني قارئ الكوميك بس أعرف عنها شوية ويمكن أعرف في دي سي أكثر من مارفل بس هذا تحديدا ما عرف عنه ولا شي لا من قريب ولا من بعيد حتى لما كنت أتابع الأخبار حقا عالم مارفل السينمائي ما قد جاء طاري يعني لا من قريب ولا من بعيد بس بغض النظر عنده كله أنا عندي رأيي الآن ممكن مرضو أصلب عليه هنجي لسويسايد سكوات بعد شوية أو ممكن نخش عليه على طول طالما إنه إحنا كلنا في سوبر هيروز الآن بنتكلم يلا همش لازم نمشي قولنا بسكلاو بالضطط في نهاية المراجعة حقا سويسايد سكوات سألت سؤال للناس هل أنتو يعني عاجبكم اللي بتسوي دي سي لتقريبا مش عطر ما هو ماشي على خط واحد يعني سويسايد سكوات قصة كوميدي جستيس ليغ والدرامية حقا زداك سنايدر ولا جستيس سيغر القديم والشغل الكوميدي اللي بيقلد فيه مارفل ولا شزام اللي هو يعتبر نسخة برضه من أفلام مارفل ولا الجوكر اللي كان درامي من أجمل الأفلام الدرامية اللي ممكن تشوفها في كل مكان موجودين فسألت هل تحبوا التجارب اللي بالطريقة هذه أو إنه نكون كلنا في خط زمني واحد زي ما هي مارفل عاملة يعني بالطريقة هذه الغرض من سؤالي كان أكيد يعني بشكل كبير نسبة حتى اللي ما لهم في دي سي ولا مارفل وما هم يحبوا شي دوناً عن الآخر حيفضلوا عالم مارفل السينما عشان فيه اتساق وعشان كبروا وعملوا حاجة حلوة من وراه وقدموا ساقة لا يعلي عليها وأظن الساقة دي حتفضل التاريخ وأشك إنه مارفل حتقدم ساقة أقوى منها وأتمنى أطلع غلطان لكن اللي مزعيني في دا الموضوع إنه يعني إيش يقول إحنا عندنا بل في السعود يقول ساقوها بزيادة يعني عثوا في الأرض فساداً آه تبغوا شي متكمل يلا غصباً عنها تشوف مسلسلات للآن ثلاثة مسلسلات والله العظيم أقدر أعمل كل مسلسل منهم في مشهد جوة الفيلم يعطيني دخلة العالم من غير ما أعمل مسلسل كامل لا وان دا فيجين كان لازم أعمل مسلسل كامل عشان أعرف موضوع الملتيفيرس تبعها وحكاية الكتاب دا اللي لقته ولا لوكي نعمل مسلسل كامل عشان فكرة الفاريينت كان ممكن مشها طويل حبة يعيشنا الحاجات دي كلها وعمة كابتن سولجر دا مدري وينتر سولجر كامل فاضي يعني من جد من جد ما كان له داعي دا كله فإنت بتغصبني الآن إني أتفرج على مسلسلات ضعيفة بالعالم تبعك بس عشان أقدر أتابع العالم وهذه صراحة يعني مو الكل يقدر يسويها إذا الكل تابع الأفلام مو الكل يقدر تابع المسلسلات وصعب إنه تعمل في غزارة الإنتاج لليوم فهذه مقامرة كبيرة من مارفل وهذا اللي خلاني حكون جامد عليهم في التقييم بالذات في المسلسلات يا تعمل شيء لو قيمة يا لا تعمل أنا معك تماما في اللي أنت بتقوله عايزة ديهم بس كريدت في الزكاء في حاجة يعني هل اللي بيعملوه دوت فنيا يتم تقديره أو احترامه أنا شايف أنه لأ بكل تأكيد بس تعالى نحترم زكائهم في حتة اختيار التوقيت بتاع تعرض المسلسلات يعني أنا بقول إن المسلسل لوكي دوت أنا لو كنت مشغول أعرف لوكي ده لو كان جيف وسط الأوليمبيكس كنت ممكن أفكس له أو أتفرج على الأوليمبيكس يعني اللي هو نظام إليه نفسي مشغول أكتر بالأوليمبياد مشغول أكتر بالكلام ده كله لكن هم أولاد اللي يجب أن اختروا سبوت عبقرية اللي هو نظام إليه حتى تتفرج عليه عندك حاجة تانية تتفرج عليها عندك حاجة أفضل تتفرج عليها مفيش خلاص والمسلسل الجاي بعد الأوليمبيكس اللي هو واتف حيكون 18 أغسط ويكون مودعنا الأوليمبيكس يعني برضو تعقيبا على كلامك أظن أنه هي محسوبة بشكل سليم لا أشوف تجاريا بالذات أنه مارفل تحت ديزني ديزني عبقرية تجارية كبيرة جدا يعني أنا أنصح أي شخص له في الكتب أو حتى لو ما لك تبع تعرف قصة نجاح ديزني فيه اللي هو رئيس التنفيذ السابق بوب إيغار روبرت إيغار عمل كتاب سيرة حياته سيرة جميلة جدا بس أجمل ما فيها يبين لك كيف انتشل ديزني من الفشل للنجاح وكيف اشترى مارفل وكيف اشترى ستار وورز وكيف اشترى الأمور هذي كلها وقدر أنه يكبر الإمبراطورية فلا تجاريا ما في خوف عليهم طب سويسات سكواد يا عم ما هو أصل ستيف جوبز مات هو ستيف جوبز لو كان لسه عايش كان رجعه البوكس بتاعه وقال له أن ديزني بنت المكدب بتاعها بنسبة لا تزيد لا تقل عن 60% من الفيجن بتاعته في اللي عمله في بيكسور بس ما علينا عشان بس أحمس الناس على الكتاب أكتر ترى فيه فصل كامل نتكلم على ستيف جوبز لسبب أنه كان مبسوط بالشغل اللي بيكسار كان يعمله وجد إيش أنه ديزني كانت متخلفة تماما لما كبر قيمة بيكسار بالطريقة المطلوبة أنه يقدر يطلب المبلغ اللي هو يبغاه ويقدر يأخذ اللي يبغاه فكتاب جميل أنت أكيد قرأت الكتاب بتاع ستيف جوبز صح؟ بتاع والتر إزاكسن أكيد يا رائع رائع فاكر الباب اللي تكلم فيه عن بيكسار وعن ديزني عشان كده بقول لك المقارنة هنا جميلة لما تجرى واحد هو شايف نفسه وولتر إزاكسن وصلنا لنا مشاعر ستيف جوبز الإيجو اللي عنده ما يحتاج يعني إيجو بجد العالم كله يعني بس تشوفها من الطرف الثاني تلاقي أنه ما كان مكبر نفسه فعلا 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 كان مأكلهم زفت يعني عارف كان جايبهم أرض قال لي كانوا فاكرين أن الفيلم الجاي بتاعه هو السقطة اللي حتمكنهم من أنهم يتفاوضوا معاه بشكل كبير وفيه واحد راح تفرج على الدرافت وقال لك بس خلاص بكسار رايحة في داهيا كان بيتفرج على فايندينج نيمو البهيم وبيقولك هو ده السقطة هو ده النهاية طيب نرجع على السوبر هيروز مرة تانية وطالما أننا في نفس العالم تكلمنا على مارفل الآن دي سي دي سي نزلونا في هذا الشهر وأنا من أكثر أفلام اللي كنت منتظرها هو فيلم سويساد سكوات عندي لك سؤالين أنا عملت المراجعة ما شدت مراجعتك وإحنا جماعة الآن بنصور الحلقة حتنزل بعد التصوير أظن محمود خلصها فأنا سسمع الآن لأول مرة من بؤي محمود على قولهم المراجعة أو التخيم لايف فأبسألك على هذا الشيء طبعا وشيء الثاني لأية مدى البروباقاندا أو مو برباقاندا خلني أعطيها بتفسير أجمل الماركتينج كامبين أو الحملة التسويقية اللي قبل الفيلم أثرت إيجابيا أو سلبيا على تلقيك للأحداؤ طيب نتكلم في الأول في حتة وزكاء جيمس جون تعال برضو نقول أن جيمس جون يعني أن جي سي يحسب لها أنها مؤخراً بقت بتشتغل أف الزكاء والقدرة التسويقية بتاعة الصناع اللي بيشتغلوا عندهم وما بتمنعش أنها تاخد شوية كلمتين تحت الحزام طالما هتعرف تاخد الكلمتين دوله وتحاولوهم لفلوس ده اللي عملوه مع زك سنايدر في الجاستيس ليج وده اللي بيعملوه دلوقتي مع جيمس جون بس رجوعاً للفيلم أنا الفيلم عجبني بس مش بشكل مفاجئ أنا كنت متوقع أنه حيبقى كويس أنا عارف أن جيمس جون حكاء شاطر وحكاء مجنون في نفس الوقت عمل شوية ستنتات في بداية الفيلم يعني أكتر واحد مجنون في الدنيا ما كانش متخيل أنه هو ممكن يعملها اللي هو غير ما نحرق بعش الفيلم اللي لسه جديد وممكن ناس تكون ما شافوهش ناس تخرجوا ناس تدخل ونس تروح ونس تيجي ده هو احنا هنحكي خصة مين بالزبط يا ابني المجنون أنا فعلاً فعلاً هذه نقطة إيجابية فعلاً دي نقطة إيجابية تحسب بشكل كبير لأنه حتى في الحملة الإعلانية كل الشخصيات دي تم استخدامها وعمل بوستر لمهم كلهم وبرضه من غير ما نحرق هو عمل فيهم ايه بعد كده يعني عجبني في الفيلم التشكيلة بتاعة الشخصيات عجبني اتكاله على الكوميديا رغم أني مش فان كبير قوي للكوميديا عجبني الاجندة جداً وعلى فكرة دي من الحاجات القليلة اللي كان اللي يجب احترامها في صوت سكواد الأول وهو فيلم سيء كل تأكيد في رأيي الشخصي يعني بس في الأول وفي الثاني فكرة الاجندة ملعوب عليها بشكل كويس واتقال من خلالها رسائل مهمة ورسائل مهمة وريليفنت في نفس الوقت في الوقت الحاضر الديناميكس بتاعة التيم كانت حلوة أحسن بكتير من الأولاني معجبنيش الار ريتد اكشن باكت سوري الار ريتد باكت سيكونس اللي كان بيعملها فكرتني شوية بالحاجات بتاعة سيلفستر ستلون رامبو بدي اكسبيندبلز وكلام ده كله لو هو نظام ناس دخلة في جيش من البشر وحمام دمه وخلاص يعني ديد بول لما افتتح الباب بتاع الار ريتد فهو فتحه بغرض الكوميديا لما تم استخدامه بعد كده بشكل متكرر كان بغرض الدراما هو هنا تم استخدامه بدون غرض هو لا كان بيدحك ولا كان بيامبلفاي الدرام يعني ما كانش بيعمل حاجة من الكنين انا شايف انه خدم الكوميديا لانه ترتشت الدم بالذات مع شخصية زي هارلي كوين ولا التنافس اللي صار بين بيسميكر انا امس في المراجعة قاعدة يقول بيسميكر ده نبض القلب يا بشر بيسميكر واسمه قريب البيهيفير بتاعه على فكرة جزء من الاجندة العظيمة فبقولك انه انا من ناحية كوميديا ترتشت الدم وطريقة التنافس اللي كانت بين بيسميكر وبلد سبورت مع هارلي كوين وكيف انها مجنونة فالدم جاي عامل مش عنف اكتر من انه يعني جزء من الكوميديا حاجة للشي يعني هذول الهبل المجانين الاغبياء يعني السفحين بيطلع منهم الدم بدي الطريقة مش الدرامية او رامبو انه يخوفك ولا يرعبك او انه يدخلك في اكشن جد ما انه جزء من الثيمة حاجة الفرقة المجنونة هذي اللي انت بالتابعة فانا بالنسبة لي الفيلم آر ريتت او انه للكبار من ناحية الدموي على كوميديا اكتر من الدموي على اكشن او دموي على دراما كلام محترم يعني بما ان الكوميديا على ما يبدو علمت معك او لمست معك انا ملمستش معك يعني انا انا ترت اربع الجوكس يعني في مرحلة من المراحل لتس رابت يعني كل شوية ادرس قلبا اوور داد اوور جان اوور ما عرفش مين ما بتحكش الكوميديا بتاعتهم كانت نكحة سلفستر ستالون في الشارك ده وهارلي كونن لأول مرة بس هارلي كونن بالنسبة لي عاملة زي لعبت الكورة اللي بقوا بيلعبوا كويس من كتر ما لايعبوا انا مش شايف انها قدمت حاجة عظيمة في سويس سايد سكواد ومش شايف انها كانت اعظم بس على الفيلم التالت خلاص انت واقع لازم عيش معاه انا عارف انها بتحبها انا شفت المراجعة وعارف انك بتحبها وشايف انها من افضل في ميل كاركترز في عالم السوبر هيروز ان جنرل ومش مختلف معاك في ده بس مش عشان هي كويس قوي عشان هم كلهم خيبانين جد ممكن انا ممكن معاك بس هو صراحة يعني انا بالذات اللي يعرف مارجو روبي برا شفت الله فيلم ايتونيا طبعا صح البطلة الولمبية اللي فازت بتزلج تمام ففي الفيلم هداكة يعني اكتر فيلم انا شفت فيه مارجو روبي في اداء درامي يعني بطل ما ترشحت الاسكار من فراغة على الاقل هي في هذا الدور فحلو لما تتفرج على فيلم سوبر هيروز وانت داخل الثيمة العام حقه كوميديا او سخيف لانه فيه سخافة كثيرة في الفيلم وسخافة ذكية لازم نرجع نتكلم عليها انا وانت بس انه جيك لمحة تنسيك تفرج على شيء سخف كيف الملامح انه فعلا انسانة متأثرة مثلا وانه انه انسانة تتكلم من قلبها وفجأة تقلب هبل عندها مشهد عظيم انا عارف المشهد اللي انت تقصده ومشهد عظيم فعلا فهذا اللي خلاني انا يعني اكبر فيها بشكل كبير طب تقييمك يا مهدي انا عشان ما اعرف المراجعة حقتك تقييمك لفيلم كم بص انا التقييم ده ما بيبانش غير وانا بكتب سوري السكريبت بتاع الحلقة سكريبت بلاي بس انا ممكن اقولك انا متوقع ان انا حديله كام دلوقتي وبعد كده الناس تقارن ان انا ادت له كام جوة الحلقة فعلا انا اتوقع ان انا حدد له سبع ونص سبع ونص اه حاخد منه بوينس علشان الكوميدي ما علمتش معايا قوي علشان الاكشن الملتاري في سوبر هيرو فيلم يعني انت جوة السوبر هيرو يونيفرس وارينا سوبر هيرو اكشن مش الاكشن اللي احنا شفناه مش ناس تضرب نار يعني مش هو ده اللي انا كنت مستنى تفرج عليه والسي جي اي انت عندك حق بس انا حسس انك برضو ايه يعني زوتاسيك انا حسس ان الكارتونش بتاعتي السي جي اي كتير منها كان مقصود ما كانش بس بشكل عام ما كانش اعظم فيه ما كانش احسن حاجة انا 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 حاخد النقطة عشان ندخل على فيلم تاني لانه انا بالنسبالي الثيمة المتكرر معايا في 2021 هو سوء تنفيذ السي جي اي بشكل ملحوظ نفسي اعرف احد شغال هناك بعرف منه هل الكوفيد لو دور هل انه قلت الموارد هل فيه اشياء قفلت هل تصوير المشاهد الخارجية ودمجها مع السي جي اي سبب لدى الموضوع وبعيدا عن مثلا شكل السمكة كان حلو يعني القرش هالا اللي بيقدمه ستر فيستر ستلون شكليا وانعكاسيا كان ممتاز انا ما عندي مشكلة معاه حتى شكل الستارفش اللي انه جاي كوميكي على قولك وانه جاي سخيف بالعكس ادى دوره باتقان ما كان عندي مشكلة على الشخصيات كالشخصيات واللي هي كانت مبنية بالسي جي اي انا عارف وهم عارفين والجمهور معايا في السينما عارف انه احنا ما احنا برا احنا ورانا جرين سكرين يا باشا واضحة يعني حتى المشهد اللي ماركو روبي كانت بتجري مشهد مهيب والاشياء وراها بتتفجر مثلا واضح ووضوحة البيانة علانية انه هذا جرين سكرين وراها ولا في حاجة بتتفجر توصل يا راقل انه نار نيران ما انت قادرين تعملوها في هوليوود وفيلم سوبر موبي سوبر هيروز تعملي نيران بالكمبيوتر لا هنا حدك لو كان فيلم عادي بسيط دراني يقول لك مشيها بس فيلم سوبر هيروز فانا سبت شاكك انه فعلا اثر الجائحة اثر على الميزانية او اثر يا تقليل الميزانية عشان خايفين الفيلم ما يجيب ففي المونتاج قرروا انه اشياء معينة يخلوها بالسي جي اي او ما قدروا يعملوا فعلا بالجائحة وسبب مواعيد التصوير وكيف تجيب المثلين وتجيبهم كلهم والتخوف من المكان والتأمينات وكل الكلام ده كله بس انه بنرجع وراء وهذا اللي حيجيبني على فيلم احنا بنرجع وراء بس انا دلوقتي افتكرت حاجة عاوز بس اتناش معك فيها في الحتة دي الاول هي حقيقي اخر سنتين او اخر سنة بس ولا هي بقالها فترة طويلة قوي في حالة انحضار باستثناء بعض الاعمال الايقونية اللي مارفل وديسي اللي هما كان فيهم مجهود فعلا كبير ونقدر نقول ان السي جي اي هنا وممكن ندخل معهم حاجات بتاعت ستار وورز للناس اللي انتبعوا الكلام ده وبتاع لكن احنا كان بقالنا فترة طويلة قوي انا انتعرف الصورة جايبة معي دايما دوين جونسون الافلام بتاعته الافلام اللي المفروض انها بتتعامل في العوالم اللي بتستفيد جدا من المؤترات البصرية ومن السي جي اي في حالة رخص مستمر فكر معي في سكاي سكريبر فكر معي في سان اندرياس فكر معي في رام بيج فكر معي في الحاجات دي كل الحاجات دي فانا انا لو حجس يعني جس زي ما بيقول وحاجة ما فيش وراها معرفة قوي هم غالبا لقوا تركيبة رخيصة المشاهد ما بتفرقش معاه كتير قوي طالما انت بتعوضوا من ناحية تانية على مستوى النجوم اللي بيحبوها الاستوديوهات اللي بيحبوها الصناع اللي بيحبوها والعملية بتعدي ده ده توقعية انا كان ممكن اتفق انا متفق معاك طبعا واكيد انه ده شي ساير في الافلام الثانوية بس نرجع مرة تانية سويساد سكواد فيلم سوبر هيروز والمفروض انه تشونك جزء كبير من الميزانية رايحة للمؤثرات البصرية وشيء الثاني فيلم جونجل كروز حنتكلم عليه بعد شوية فيلم ديزني وانا وانت اتفقنا في نفس المقول سبحان الله انه هم اخدوا بايروس والدكاريبين يا راقل احسهم اخدوا نقطة نقطة كيف ننسخ طب معقولة يعني فيلمين زي دي من شركة كبيرة زي ديزني او من استوديو كبير زي مارفل او استوديو كبير زي ما عليش زي دي سي بيعتمدوا اعتماد كبير على المؤثرات البصرية برضو بيسووا رخصنا لانه هذا ماهو رامبيتش ولاو سكاي سكريب لانه هدو لك الافلام مختلفين وفي عالم مختلف تماما فانا عندي احساس انه للجائحة دور ويمكن امل مش احساس امل انه حابب انه فعلا يكون انه شي عرضي وما يكمل معانا يعني مستقبلا في الافلام ككل قبل ما نقلب الصفحة بتاعت سو سايد سكواد وانا مش عارف اذا كنت اللي حقوله دوت ينتمي اكتر في الجانب بتاع الاخبار ولا لا بس بما اننا بنتكلم عن الحملة التسويقية بتاعت الفيلم تبعت التصرحات بتاعت جيمس جان عن مارتن سكورسيزي ولا لا جيمس جان في حوار مع مش عارف بقى بودكاست ولا فيلوجر ولا ايه بالزبط اعادوا اثارة وجهة النظر او الحوار تاني بتاع مارتن سكورسيزي لما قال ان افلام مارفل دي مش سينما والكلام ده كله والمرة دي كان اكثر شراسة وقال يؤسفني ان اننا نوصل لمرحلة ان مارتن سكورسيزي يبقى معتمد على انه يوهين المنتجات بتاعت مارفل و دي سي من اجل جذب الاهتمام لفيلمه لان فيلمه لم يكن ينال الاهتمام الكافي لغاية لما دخل مارفل و دي سي في الصورة السؤال هنا عمرك شفت سفالة اكبر سوري دي دائفة من فيلم انا مش قصد بس ايه تعليقك الاهتمام الكافي والله شوف هو سافل لانه جاب موضوع على المفروض انطوارك مش عشان ردت فعله مش عشان ردت فعله ردت فعله لو كانت في وقتها لا من حقه ايش يعني سكورسيزي لكل رجل لكل زمن رجال بكل امانة يعني و لكل عصر منتجات وما نقلل من سكورسيزي والفيلم اللي هو بيقصده كان ايرشمن ايرشمن انا وانت حبيناه مخمقنا عليه ودخلنا موت كبير جدا بس برضو تعليق ما زلت انا عند رأيي انه تعليق مارتين سكورسيزي كان لا يليق بواحد بحجمه يعني ونقول ممكن رجال كبير ونمشي له هي بس انت جيمز قالنا التعليق داله ده حين سنتين دخلين على التالتة خلاص يا عم وفيلمك ولا هداري عنك فانت بتستفيد من قامة كبيرة عشان خاطر وانا اشوفها سقطة او سفالة على جب سفالة احسن حاجة اظن نجيبك كلمة الصحيح لو انت بتعيب على مارتين سكورسيزي علشان استغل الافلام بتاعاتك وعشان يسوق لفيلمه طبما انت دلوقتي بتتسلق على بانطلون مارتين سكورسيزي عشان تجيب اهتمام لفيلمك اتخيلت المشكل لا وجيمس جون قوي فهم هي it's a very جيمس جون thing طيب كده احنا خلصنا نخلص من السويسايد نخلص من السويسايد انا اخلص انا معنديش حاجة انت عانك حاجة تانية في سويسايد سكوات ولا انا اتحرك للجونجل كروز انا بس كان عندي نقطة اخيرة انت قلت ما عاجب بس عاجبك الفيلم وانا قلت ما عاجبتني الدراما بس عاجبني الفيلم ايه اكتر اللي اشتغل للا اشتغلت الكوميديا او الجمال مرح والسخيف او اشتغلت الدراما يعني انا وانت ممكن ممكن تقييم انا واحد بس هذه لقطة جوهرية مختلفين عليها انا بمراجعاتي قلت انه انا الجو العامل مرح مع الاكشن مع السخافة اللي صايرة واللي فادت جو الفيلم بالنسبة لي كانت افضل والدراما ما نفعت معايا ابدا خصوصا انه كانت مبنية على شخصية بلاد سبورت وانا اشوف انه هي اضعف شخصية بناءا بين الشخصيات كاملة انت بالنسبة لك تقول الكوميديا ما اشتغلت معاك طب على اي اتأساس الفيلم موصل معاك لسبعة ايش الروح اللي وسطتك ايش الجنرا اللي مسك معاك الفئة اللي مسكت معاك الادفنتشر لاير التقلبات اللي احنا شفناها انه كل شوية ياخدك في سكة وبعدين يشقلبها لك كل شوية نصب لك فيلن وبعدين يشطب عليه كل شوية يعمل فورميشن للتيم وبعدين يغيرها انا اعتقد ان ده كان شيء عبقري الكوميديا ما وصلتش معايا لدرجة الكراهية يعني انا ما فصلتش منها بس ما قدرتش امنع نفسي من اني اقارن باللي جيمس جان عمله في المارفل يونيفيروس بجارديونزوف ده جالكسي الكوميديا عرف يعمل كوميدي ان برادلي كوبر يقدر يعمل كوميدي جدا يقدر يعمل اسخف انواع الكوميدي اللي في الدنيا فتستغلهم الناحية التانية انت جايبهم مسلين اغلبهم جد ان لم يكن كلهم جد مش عايز بس حد يفوتني وبعدين حملت عليهم حمل كوميدي كلامي كوميديا يعني حتى انا بقولك الاكشن انا ما حسيتش ان الاكشن بيدحك اغلب الاكشن ما كانش بيدحك ما كانش مقصود منه ان هم يدحك اساسا هم اعتمدوا على التبادل الاهانات اللي ما بين بلوت سبورت اللي ما بين الحاجات اللي لها دعوة بالشخصية بتاعة الفران وبتاعه كلام زي ده وبتاعه مش اعظم حاجة في الدنيا ومش سيئة على اي حلم الاحوال والدراما مش عايز احملها خالص انا متفق معك في ان هي وزنها كله على بعضه ما يجيش اتقل من ورقة يعني ولكن الانعكاس بتاع بلوتيك الاجندة زي ما بقولك شايف انهو كان موفق صاح صاح متفق معك ويمكن هذا اللي لازم كمان بداية جماهير دي سي واللي حب دي سي ان استغرط من الفانز احيانا الفانز ترى يكونوا هم اكثر الناس انتقادا لحاجتهم لكونوا متوقعين حاجة ومازجات على مزاجهم كانوا متوقعين سويساد سكوادا الدموي لانه اظن في الكوميكس جاي كده دموي وجاي حقيقي وجاي درامي اعطانا الجانب الدرامي الحقيقي في الاجندة السياسية زي انت ما ذكرت وكانت جميلة جدا بس الفيلم كله كان مرح ويمكن هذا الشيك افوت نتوقعه لانه اللي عمله هو اللي عمل جاردين دي لكسي وهذه نسخة جاردين دي لكسي الخاصة في دي سي ببساطة طيب جنجل كروز هبدأ بسؤال انا قلت كمان في المراجعة وما كان عندي اجابة واتمنى الاقي عندك اجابة ليش دوين جونسون ناجح ليش يعني انا وانا بتفرج والله على الفيلم دعت اسأل نفسي سبحانه من زرع محبة الشخص ده في الناس يعني انا سألت مرتي سألت اهلي سألت ناس حوالي سبحان الله يعني عنده قبول والقبول هذا مو بس من الان في الافلام حتى لما كان في انستجرام مثلا ايام المصارعة في عنده قبول بس لأي درجة القبول ده حيساعده في الافلام ولأي درجة ساعدك مع ان التقييم تبعك كان خاسف لأي درجة ما قدت تتقضى القبول في هذا الفيلم فخسفت التقييم معاه في جنجل كروز أنا مش شايف ان دوين جونسون ممثل وشايف ان هو خد فرص اكتر بكتير من اللازم لانه يقدر في يوم من الايام يتحول لانه يبقى ممثل وانه ده مش ناجح ومع ذلك من فيش الفردية بس انا حس ان هو غير قابل لانه ينجح كممثل على اي حال من الاحوال ومع ذلك انا ما بكرهوش الناس عندها انطباع ان انا بكرهو ان انا عندي مشكلة حقيقية معاه او كلام زي ده انا عندي نفس العوامل اللي بتخلي الناس اللي من الفئة بتاعتي سنا وثقافة ومعرفة وصناعات والكلام ده كله تقول هو شخصية محببة لانه هو شخصية دمها خفيف فكرة ان هو بيوظف جسمه وعضلاته والكلام ده كله في بعض الاحيان لانه يدخل في كابلنج مع شخصيات صعب قوي تتواجد معاه ومع ذلك يقدر يبني كيمستري ما بينه وما بينها ويقدم من خلالها تجارب مرحة وتجارب مسلية وتجارب جيدة فكرة تصنيفه كممثل وتصنيفه كسليبرتي بالنسبة لي مختلفة للعامل ده بس ارجع واقولك اللي نجحه على السكيل المرعب اللي هو فيه لا الناس اللي زي ولا الناس اللي زيك ولا الناس اللي زي قريبنا والكلام ده كله هو بوبيلر جدا في الفئة بتاعت التينز واللي أصغر منهم شويتين الملايين المرعبة اللي في الفئة العمرية دي هي اللي بتتحكم في الحركة الثقافية العالمية على جميع الأصعاد هما اللي بيختاروا الأغاني وهما اللي بيختاروا الأفلام وهما اللي بيختاروا الشخصيات الرياضية وهما اللي بيختاروا المؤثرين بتاع السوشال ميديا وهما اللي بيختاروا كرييترز وهما اللي بيختاروا الستريمرز وهما اللي بيختاروا كل حاجة وهما اختاروا دوين ودي لازم يتنسب له فيها فضل كبير قوي إن ده مش أول جيل من الميلينيالز والبريتين والتين والأطفال اللي بيحبوا ده إحنا بقلنا عشر سنين وأكتر الأجيال عمالة تكبر والأطفال لما بيخشوا في المرحلة دي بيحبوه بيحطوه على قمة هرم الشعبية بشكل عام فده يحسب له بكل تأكيد ولكن مش حيدي له رخصة تقديم أفلام تعبانا للأبد والله يشوف أنا بالنسبة لي أنا كل شلة المصارعين وكل الوحيد وتكلمنا قبل كده على هذا الموضوع لأنه أنت بتقول حاجة سبق وقلناها وإحنا صغار أنا كان يعجبني جان كلود فان دام كان يعجبني سلفستر استلون كان يعجبني لا ما كان يعجبني أرنولد شوارسنيجر بس يعني نفس الفئة من الناس يمكن أسهل وصولا لطفل طفل ما يفهم حواري فهم حاجة حركية وبصرية قدام وخلاص شيء كبير في عندنا وحش في عندنا شرير وعندنا دا القامة الكبيرة مو واحد صغير بعقله وذكاء ولأ بالفورس بالقوة يقدر يجيب اللي هو يبغى وهذا شيء سهل يوصل للطغار بس اللي الجانب الثاني أظن أنت اللي قلتها في المراجعة حقتك وفكيت عيني عليها بشكل كبير ولا ما أدري أنت ولا مين اللي قال لها فكرني لو مو أنت اللي قلتها يمكن كريس ولا جيرمي أنه دائماً بيعول على وجود شخصية معاه في الفيلم كيفين هارت ساعد بشكل كبير ليس أنا لوتك ولا أشوف أنه كيفين هارت سبب من أسباب شعبية أظن يمكن أحد تاني أنه دائماً مع أحد بيسنده حتى في الفيلم دائماً لبلانت بشكل جميل سندت الحتة دي فتلاقيه هو ما بيكمل الفيلم لحاله عشكت أنا بالنسبة لي بألاحظ دائماً الأفلام اللي يكون فيها هو البطل الواحد ما قد عجبتني أنا مرة ما عجبني سكاي سكريبر ده أبداً 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 يعني ولا عجبني رام بيج أبداً 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 كمان بس أحبيت أفلام كلها اللي مع كيفين هارت الفيلم ده ما حبيته لأنهم مشيوا على بارس و في دكاريبيين وما يجابوا حتى ضفر صباحهم الصغير على قولهم بس من ناحية تانية يعني أقدر أخذ ولدي أولادي ومرتي ونتفرج ونطلع بحاج جميلة على الشاشة إنه الوزنية كويسة هو ما يقدر يشيل فيلم مهما كان السحرة اللي عنده بالنسبة لي أنا في هذا العمر ما يقدر يشيل فيلم بس لو جار معاه أحد ثاني زي كيفين هارت وأي أحد عنده كارزمة جميلة على الشاشة ممكن يقدموا شيء يخليني أكمل الفيلم للآخر ويكون صحبة جميلة وهذا اللي أنا حسيته في جنغل كروز واللي حسيته أنه ما وصل لك أبداً في جنغل كروز للنفس الأسباب اللي أنت قلتها بعكس تفسيرك لها يعني أولاً إن الناس يعني أنا عارف أنت هتتقصد إيه بكلامك بس عايز أوضى حيطة معينة عشان الناس اللي بتقصد تفهم غلط مش اللي بتفهم غلط بالغلط إن إحنا دلوقتي بنحمل الفيلم على كتاف داروك وهو لو جبت داروك ولو جبت لو جبت فندم فعزه لو جبت ستالون فعزه لو جبت أعظم حد فيزيكل وأعظم حد ممثل وخلطهم في بعض وحطته في الفيلم ده كان حيغرق برضه يعني ما فيش حد يقدر يشيل الفيلم ده الفيلم ده رايح في ده يا مهما حصل لنفس الأسباب اللي أنت قلتها يا ماهر الفيلم عنده ستار باور عنده البانر بتاعة ديزني بكل إمكانياتها وكل سطوتها وكل سيطرتها عندهم ممثلين كويسين بعدا عن كونهم ستار يعني يسيبك من أنهم هم ستار أنت عندك واحد من أعظم الستاندب كوميديانز في الوقت الحالي اللي هو جاك وايت هول ما عملتش بي أي حاجة على الإطلاق وعندك إيميلي بلانت اللي لسه طلعة من أكوايت بلايس طول أنت لو بصت على شعباتها على IMDB هتلاقي سهماها قرب يجيب البانر اللي فوق أصلا يعني عندك ممثلين كويسين وعندك قدرات كوميديا كويسة وعندك الفلوس ما أنتش عارف توديها فين وعندك الريفرنس بتاع بايرتس أوف دا كاريبيان بكل التفاصيل بتاعته وعندك 18 سنة ما بين بايرتس أوف دا كاريبيان لغاية لما نوصل عندك علشان نقدر نعمل أحسن حاجة في الدنيا وكل ده يبقى آخره ده يعني آه إنك تديني في الجنجل كروز كنت روح تفرغ على الجنجل كروز في أقرب ديزني ليا وخلص يعني أخذ الركوبة نفسها واستمتع بيها وخلصنا على كده لكن إنك يبقى عندك كل المقاومات دي علشان كده دايما بنوزل الدنيا ما بين المقاومات اللي عندك وما بين اللي أنت بتقدر تقدمه خلي بالك أنا دلوقتي بماهل الخناءات تحت العارف من تحت لتحت بس الناس بتخدش بالأيان من كلامنا آه إذا إنت إنت كديزني ما عندكش عزر غيرك ممكن يكون عنده عزر عنده عزر في أنه بيعمل جرافيكس مش عظيمة ده نفس اللي أنت قلت في سو سايد سكوات إن آه إحنا ممكن نقبل جرافيكس تحت بيريس سلم لما نيجي نقول أن أنت مش أكبر فيلم في السنة لكن أنت أكبر فيلم في السنة فما عندكش عزر وإنتي ديزني ما عندكش عزر أنا أشوف أنه الفيلم ده بعكس مثلاً بالمناسبة يعني يمكن أنا بغى حاول أبطل أسويها وبأخد رأيك هل الشي ده صح ولا غلط هل المقارنة سليمة وهل المقارنة بتفرض نفسها هل صح إن إحنا كناس بنتكلم على أفلام نقارن ولا فوض ننسى تماماً لأنه أحياناً المقارنة هتكون ظلمة لأنه ممكن بيريس الدكريبية يكون لمدة عشرين سنة جاية كمان يعني هو له عشرين وتروح عشرين يظل من أفضل الأفلام المغامرات حتى هو نفسه بعد ثلاثة أجزاء ما قدر يكون أفضل من أول جزء قدمه يعني خلاص يعني من الأفلام الماستر بيس التحفة الفنية اللي الصعب أصلاً إنك تقرب منها فتكون تأخذ التحفة دي تقارنها بأي حاجة وتطلع يمكن يمكن هذا شيء أنا في له إجحاف بأي عمل يطلع على كده خلاص ما سنقبل أي عمل يطلع مرة ثانية بس في نفس الوقت أنت قلتها في مراجعتك إن المقارنة تفضل نفسها أنت أنت مو من بعيد إنه بس في المغامرة مغامرة يعني قراصة الكريبة لا يا حبيبي أنت أخذت عامل المغامرة أخذت عامل الشخصيات أخذت حتى الجرافيكس وكيف أن تتحول والأشكال حقتهم وفي وقت يطلعوا بشكل وفي وقت تاني لأ أنت أخذت العامل عامل عامل هذا أكثر شيء يخليني لأ أنا أقارن وأقول لك أنه أنت فشلت فإنك تطلع ولو شيء بسيط من الروح الأولانية وطلعت من نصخة ركيكة وأكثر شيء أظن ضر الفيلم إنهم عشان دوين جونسون عشان داروك عشان البنية الجسمانية اللي عنده ركزوا في مشاهد كثير فيها حركيا وجسمانيا كممكن يستغلوها في بناء القصة بشكل أفضل تفيد الأحداث بدل ما جاء حكانا كل حاجة إيش صارت زمان وخلاص كممكن ده كله نشوفه على الشاشة بطريقة أفضل والقصة تطلع أفضل فهنا هو فين على قولهم دي شد مسوزل دفوت كيف هو الضرر بنفسه بنفسه إنه استغل الجانب الجسماني وحب يحطه في الأدفينتشر فما زبطت مع بعض أنت لازم تختار فئة واحدة ما الذي تأخذ كل الفئات تدنيها في خلاط الخلاط طلع معا نتيجة لا تستساغ طعما بس في الأخير على الأقل أنا بالنسبالي ما كان فيلم سيء للدرجة تقييمه اللي أنت أعطيطي إياه بس في المقارنة هو اللي خلاله يخصف معايا واللي تجربة في السينما كانت تجربة جميلة من زمان عنا وانت قلت كمان من زمان على النوعية دي من الأفلام والعلمك 3D بتاعه كان كويس ما عرفش دي نقطة برضو وانا أغفلتها في المراجعة وانت ما جبتش سريطة خالص 3D بتاعه كان كويس استخدمه ما شفته 3D انت ما شفته 3D لا أنا شفته 3D كان الألمنت بتاع الحاجات تفتكر دي مش حالص في الأول لما كانوا بيجيبوا الكروز اللي هو كان فيها مع الناس اللي بينصب عليهم دول كان داخل في شجرة كده كانوا جايبينها بـ 3D حلوة قوي يعني وانت بتتفرج في سنة لها نفسك عملت كده واستخدموها كتير جوة الفيلم وكتنكح يعني حيي كتكويس يعني انت ديت له ديت له ستة وانت ما شفتوش 3D كمان يانهار سود انت طبطبت عليهم قواما طبطبت عليهم قواما والله طب خلنا شبه الطبطبة بق يعني احنا على الطبطبة انت المرة اللي فاتت نما نصورنا قاعدت تقول لي والقومية واللي بدري ايه واللي بدري ايه على الأقل أنا في القومية بتاعتي قديت تقييم منطقي انت في القومية بتاعتك يا باشا اعطيت تقييم وصلت فيلم يعني العارف مصر هي امي تتكلم على العارف بص ده متج مصر يا مير انا بعمل مراقعة في حب بلد يا مير خلينا اقول لك ايش اللي صار انا في العيد حبيت اني ااخد ابوي ابوي ما يتفرج افلام بس ابوي يعشق السينما المصرية يعني انا ما حبيت الافلام الا من ابوي ومن عشقه للسينما المصرية اصلا ما اكتشفت صدفة انه ابوي ما قد راح السينما ابدا في السورية يعني فقلت كيف يعني ايو قلت في العيد لازم ااخده فروحت انا وامي وابوي واخد اخواتي والله يبرا بالك والله يبرا بالك فكان لازم اختر فكان لازم يكون فكان لازم فيلم يكون مصري والله ابوي ما حينبسط يعني حيطلع من الفيلم على طول فكان فيه فيلم العارف هو الوحيد وافتكرو انه انت خططنا وانت يعني على قول ان احنا بالسعودي بلفتني او انه يعني حمستني على الفيلم فقلت اروح اتفرج فدخلتهم وجلسين وبعدين اتفرج الفيلم كاني دخلت ابويه فيلم امريكي يعني انا اللي فرق معايا انه الفيلم لغته عربية ولا الفيلم بكل ما فيه له من قريب وله من بعيد فيلم مصري وهذا بالنسبة لي مش ايجابي لانه لو انه سووا فيلم مصري بمميزات فيلم امريكاني وكان جميل بالعكس انا اول واحد حصفك وقول يا جماعة برافو وصلنا لتقدم كبير جدا الفيلم كان عبارة بالنسبة لي مع احترامي للسينما المصرية ويامل مدحت اشياء حلوة في السينما المصرية فيلم ده تحديدا كان نسخة رخيصة من ارخص الافلام الامريكية الاكشن اللي من التسعينات كمان يعني كل غير الطول المبالغ فيه في الفيلم انا طفشت دعاتي طول في الساعة اكتر من وقت طولوه بزيادة وعلى الرغم انه طويل انا عارف ايش بيصير يعني ما في حدث سارع الشاشة كان مفاجأة بالنسبة لي ها والامر انا الودة ما افتكره الا زمان ايام ما كان دوب وطالع لما انوقفت تابع سينما المصرية كويسة كان دوب وطالع الجو بتاعه كان في فيلم اسكندرية ليه اظن كان جاي مع المخرج يوسف شهين هو كان معه مين ده ولا مين شا اسم الفيلم اللي كلمات تلفيه انت بتقصد مين بتقصد عز دي اش اسمه بطل الفيلم عز احمد عز عز كان في اسكندرية ليه زي ريز نوي طبع ما اعتقدش انه كلست والد لا موسكندرية ليه فيلم برضو ليوسف شهين عز مع يوسف شهين لا فيلم ليوسف شهين في بداية انا لا اتذكر انا لا اتذكر انا لا اخبطت كفي واحد تاني شبهه كفي واحد تاني شبهه يمكن المهم بغض اللذر فاني اعرفه من ايام ما كان صغير في السن اول ما طلع تمام كنت والف عليه فهنا طلع معايا الواد افتكره كان دراما كان يعطينا حتة دراما حلوة كده ما يعني كان كان كويس في ده سخافة الكوميديا عليه مش زابطة ابدا فكرة الشخصية هو هنا برضو نفس الشي بيحاول ينسخ حاجة جاي من الفيلم امريكاني اللي هو البطل اللي جسمه حلو اللي وسيم الناجح واللي كمان ينكت ما هي زابطة انا بالله كانت يعني ثقيلة ثقيلة عليها بزيادة فكل العوامل دي خلتني طول الفيلم قاعد يقول يا رب اطلع من الفيلم بس ابويا يعني ما يقول ليش الفيلم ده اللي جايبني عليش الهبل ده اللي جايبني خلص الفيلم ابويا طول فيه يقول لي تحياتنا كبير تحية كبيرة قوي للحق والد ماير يا جماعة على كون انا انبسط يعني انا انبسط ستقول له ايه يا ابويا انا ما ادخلك اي فيلم يعني ما ادخلك ايه فيلم رهيب ولا قاعد اقول الله الحمد لله فاخرج فتخيل مفاجآتي بقى ان انا ارجع وانام في امان الله واصحى من النوم في امان الله برضو وافتح اليوتيوب برضو في امان الله ولاقي الفيديو بتاعك وانا جيك بتديه تمانية من عشرة انا بغيت اتصل عليك الساعة 11 صباحا وانا عارف انو انت نايم وقولك يا عمي فسر لي كيف ياخد تمانية فالمايك معاك اتفضل حقولك على الحاجات اللي انا متفق معاك فيها والحاجات اللي انا مختلف معاك فيها الفيلم السياقه العام واجواءه العامة مش مصرية بكل تأكيد وده مفهوم لان هو بيتكلم على جانب يعني هو احداثه كلها ايمة على فكرة الصفر ان احنا في سباينج وبتاع ما عرفش مين وفي عالم الهاكينج والحاجات دي كلها فلو بتجيب الجانب بتاعتها داخل مصر مفهوم ان اجواءه هتبقى امريكانية شوية لانه مش محتاجي يتعامل مع البيئة المصرية في اي حاجة من اي نوع ولما بيطلع بره بيتعامل بنفس الطريقة لان انا خلاص بقيت في ايطاليا بقيت في سنجابور بقيت في معرفش مين بقيت في الحاجات دي كلها فبتعامل بالمفردات بتاعتها مختلف معاك في ان الاكشن كان تسعي ناتي لا هو اكشن الفي ناتي الاصالة اللي فيه مش كبيرة قوي ولكن التشابهات في تسلسلات الاكشن الكتير اللي موجودة جوة الفيلم هي مش قليلة لها كتير جدا في كتير منها ملوش ريفرنس يعني ملوش ريفرنس مباشر الرفرنس اللي انا شفتها اللي انا لقطها اتكلمت عنها على طول اتوميك بلوند في المشهد بتاع السلم بالكلام ده كله وي جيمس بوند سكايفول اعتقد لو انا فكر صح في المشهد اللي كانوا جايبين الشادوز بتاعتهم قدام البيلبورد والكلام ده طول الفيلم مدايقنيش على رغم من ان احداثه متوقعة بكل تأكيد انت صوت ما كل افلام جيمس بوند احداثها متوقعة ما كل افلام مش الامبوسوبل احداثها متوقعة عارفين الالمنتز بتاعتهم ايه وحتخش نبلي امتا انا ما اتفق معاك انو احداث مش الامبوسوبل عمرك توقعت ان ايثن هونتا حيموت مثلا لا بس انت انا ما اتكلم على نهاية المهمة اتكلم المهمة وكيف هيكون سيرة المهمة فاهم علي انو كل الاحداث اللي بتصير انو موضوع الماسك ايام اول مرة طليع الماسك مثلا مع جيمس هونت هدي كانت مفاجأة وكان شي جديد عمرك ما شوفناه في اي فيلم مثلا وغير كثير من المفاجآت اللي مرت علينا في احداث كثيرة بقى معاك في ان المصير بتاع الشخصية احنا عارفينه من البداية وبينيو بينك هو دوت المفاجأة اللي انا مستنيها عشان اقول الفيلم ده بقى مختلف ان جيمس بوند يموت او انك تخرجه برا اطارنا وبيحقق في قضية وتقدم لي قصة مختلفة او ايثن هونت او يونس عندنا او الكلام ده كله لكن ان في النص هعمل لك شوية تلعبات وشوية تغيرات في السيناريو وحهزمك وبعدين هرجع عديلك فرصة للانتقام وبعدين هتنكسر وبعدين هتنتصر بصراحة مش حاسس ان العارف كان مقري في كل سيناريو عدى به الحاجة الوحيدة اللي احنا عارفينها انه هيكسب في الاخر يعني هو ده المتوقع الاعظم اللي انا عارف انه هو هيحصل اللي انا مستنيه ارجع واقولك ان الفيلم ده بالنسبة لنا احنا والحيطة دي انا عارف ان منهجيتي فيها مختلفة عن منهجيتك في شكل عام انت بتقارن كله على سكيل واحد انا بقارن باللي عندك وده واضح انا قصيت جدا على جونجل كروز لانه فيلم ديزني ولانه عنده الرفرنس بتاعه جونجل كروز ده لو كان طالع من ستوديو تاني ومش مشابه مع فيروتس اوف دا كريبيان لهذه الدرجة يمكن كنت اقطع طف معه شويتين وافتكر شوية التسلية اللي انا حضرته معهم نفس الموضوع بالنسبة للعارف ده لو طالع من امريكا مش هياخد عندي ستة ستة ونص لما يعمل ايه يعني لكن هو طالع من مصر اللي كانت عمالة تعاني من انها لما بتعمل فيلم اكشن في الاخر بيبقى فيه مطاردة وجونفايت واحدة وخلصنا الفيلم ده كان عنده جور ان هو يباكت بشكل كويس ان احنا لما نجي نتكلم في عالم الهاكينج نلاقي نفسنا بنتكلم ترمينولوجي سليمة الى حد ما زمان كنا مفيش هو انا اخترقت وجبت الباسورد ايه عملت ايه وانت بتخترق ده يعني دخل على الكمبيوتر وجاب البيانات جاب هاكر محترف وعمل معرفش مين يا عم دخلني جوة تفاصيل شوية ما احنا عم نفهم يعني انت ممكن تبسط وتشتغل فكرة الاختراق بتاعة البنك في الفيلم انا شايفها مشاهد جيد جدا مشاهد بشكل عظيم المجهود بتاع البحث اللي اتعامل كويس معك تماما في ان عز كان اوف تون تماما في بعض المحاولات الكوميديية اللي بيعملها والعز من الناس اللي فعلا بولارايزنج قوي يعني يا تستخف دمو يا ما تستخفوش مش زي دارك كده اللي هو نظر بص انا بحبه بس ما بيعرفش يمثل لا الرجل دا يتحبه يا ما تحبوش يعني مصر كلها بتحبه وبتكرهه ما فيش حاجة في النص فمعاك في شوية حاجات ومختلف معاك في شوية حاجات بس حتة السكيل اعتقد هي النقطة الاساسية ان دايما انا من المنهجية اللي بتقيس الحاجات حسب هي طلعة منين وبعد ايه بس كده طيب انا عشان اكون عشان ارجع مرة تانية اممكن انا بشكل بقصوط حبيتي من التكي عليه شوية عشان الحديث حاجة ان يطلع بغض النظر ان انا ما عجب من الفيلم عشان ما اغير كلام انا ما عجب من الفيلم ابدا بس لازم اوجه صفقة كبيرة جدا على كل اللي كانوا شغالين على التصوير والسلمتوغروفي اميزنج يعني انا عشت فعلا تنقلاتنا من مدينة لمدينة ثانية فعلا تحس جودة الامتاج كانت عالية وما رحوا مدينة وصوروا في بير السلم لا صوروا في مطار صوروا في وسط المدينة ووسط البلد صوروا في غابات صوروا فوق فوق ناطحات سحاب يعني كان يعني ولكن اننا احنا بكورونا يعني هما صوروا قبل كورونا ولا ايه يعني التصوير لا يعلق عليه هاي اللي قبل هاي اللي قبل اتأخر كتير او في الارض فصعب شدا يعني هاي هاي نقطة اساسية مشاهد الاكشن تحديدا ما جاني كرنج ما حسيت يا عمي ليه بيسو فيها لا برضو كانت منفدة بشكل جيد بغض النظر عن الاكشن ككل انا ما عاجبني اول بتسلسل الاحداث ما يعجباني او متوقعة بالنسبة لي تنفيذ الاكشن نفسه من ضرب من مصدسات من مطاردات كانت جميلة بس في انا عندي عوامل رئيسية في الافلام حلقة الاكشن حتى ما فيها جيمس بوند ما فيها ميشن البوسبل وبغض النظر عن السكيل هذه ما لا صراح في السكيل الشخصيات الشخصيات ما هي محبوبة يا رجل يعني لا شخصية يونس تعاطفت معها ابدا ما عنده البلدة الصغيرة حبيتها باي دوي ما تعاطفت مع يونس ابدا والاسوأ والأدهى والأمر الشرير ده يعني بطريقة يعني سخيفة وكان ممكن الفيلم كل يزبط لو غيرنا الشرير وجبنا واحد فعلا يعرف يزبط عليه الدور انت بتتكلم على فيلام زي جيمس بوند لما تتكرر الشرير بيزبط التون لو خفير بيرديم جا ولا جاكا مانز ميكلسون ولا هنري كافيل عن مشن امبوسبل هذه الشخصيات بتلعب دور في وزنية الفيلم فانت الفيلم ده لا جبت لي بطل خفيف دم أو يدخل القلب على قولهم ولا الشرير بيزبط التون وبتحس بمعضلة الخير والشر بتسأل نفسك اوه معا حق اوه قلب على بلده وتحس انه كيف ممكن يوصل لمرحلة هادي ما كسبني في النقطتين دي بشكل كبير فامكين هذا اللي خلاني بشكل بغض النظر عن اي حاجة تانية ما اتقبل الفيلم انا مختلف معك شوية فان فهمي كان انا حسس ان نعيبه الاساسي انه هو كان كوبي من حاجة تانية يعني هو لو كان تساب انا حقولك الا لمسته منه انه هو شخصية شريرة محترفة ولكنه غلاوي ودي كوانتي كويسة يعني هو خد الموضوع شخصي مع شخصية يونس لابعاد مختلفة شويتين فكرني حتة صغيرة بفيليب سيمور هوفمان في ميشن امبوسبل تري ان الكارسة اللي هو عملها في البروفايل بتاع الفيلم بتاعه انه هو شعر باهانة من ايثن هانت وقرر ناحا يردهاله بجانب المهمة المهمة حاجة وان انا عايز امسح بيك الارض حاجة تانية ده موجود في الشخصية بتاعت الشرير بتاعت الفيلم ما كانش اوفر دا طب بس كان بيكوبي اكتر من اللازم يعني السبيتش بتاعت الفيران وبتاعه معرفش ايه بيحاول طبعا يكوبي سكايفول هذير بردم وكانت من العوامل اللي اثرت على الكارسما بتاعته بشكل عام لكن بيحاول يستخف دمه ولا كان بيحاول يهزر ولا كان بيحاول ينقل جوانب درامية لان اصلا الشخصية رسمها سطحي شويتين بس نقلي حتة بنجاح هي حتة ان ال كونواخد الامور بجانب شخصي شويتين مش محترف بالنسبة 100% شايف انهو كان انجل كويس وفي عندي مشكلة تانية باخد رأيك فيها يمكن انا حسيتها لانه انا حاليا باركز مع عامل ثاني سعودي شغال وملاحظ انه نفس الفكرة ونفس المشكلة موجودة لمن انا اتكلم معاك محمود مثلا انا الى حين بتكلم معاك عادي في الحياة الواقعية وعندي مجموعة اسماء لاشخاص او بيعطيك هي هل اقول لك القائمة ولا هقول لك اللستة ولا مجموعة ولا الشخصيات او واتفر لمن اسمع القائمة وهي عربية فصحة جدا بتنحط وسط الكلام تحس كده كانه شي مترجم وليس مكتوب بالطريقة حقتنا يعني كانه بجي ترجمة انيس عبيد القاهرة كده على فيلم اجنبي مش انه فعلا شخصيات عربية وشخصياتين مصرية كلمة القائمة ديت يعني اتكررت اكتر من مرة وفي اكتر من كلمتان الناسية وكنت كاتبهم على جنب عشان اتكلم معاك فيها بس والله راحت عن بالي تحسسني طب يا اخي يا انك تمشي في اصحة في كل حاجة يا تمشي مصري واللغة العامية حتى لو قلت لستا لقلت لستاية عامية اكتر من قائمة صاح والله يا محمود يعني هادي الشي برضو عندي بقى انا هادي الشي برضو بحس عندنا برضو في حوارات بعض الاعمالة السعودية بدي تطلع دحين انه حس فيها ترجمة مباشرة يا انه النص اصلا مكتوب بالانجليزي وتم ترجمته للغة العربية او انه هنا او انه هنا في مشكلة انفصالها من الوقت ها شوي بس هقول لك حاجة يعني انا اولا في العارف ما حستش ده ومش عارف بقى اذا كان دي تطلع على انت شفته ولا لأ انت ممكن تكون حسيت بحاجة انا ما شفتهاش او شفت حاجة فاتتني ان هما كانوا بيكلموا واحد مصري بيكلموا واحدة سورية بيكلموا واحد من ما عرفش مين فيمكن زي كده لما مصري وصعودي بيكلموا ما بعد انا بيكلم معك بالمصري باريحية تماما لان انت راجل ابن بالا ده اكتر مننا اساسا وفاهم كل اللي احنا بنقوله لكن في غيري لما يجي كلموا واحد صعودي تلاقيه بيغير في مفرداته شويتين باللا وعي حتى هو ما بيحاولش يتفحلط او بيحاول يتخلجن زي ما بيقوله الكلام ده كله هو بس بيبقى متوسم ان فيه لفظ مصري اكتر من اللازم شكك في انك هتفهمه فيلاقيه راح على طول التعليم المدرسي بتاعه راح جاي بالمراضف اللي عنده لو دي تعاملت لهذه الدرجة من الوعي دي ترفع من التقييم اصلا لو معمولة في انفصال لان انا مش قادرة حكم عليها لاني مش فاكرها خلينا نفتكر دي لو اتعاملت بانفصال عن الواقع يبقى زي ما انت قلت هو اللي بيكتب يعني انشغل بالقلم او انشغل بالكيبورد يعني اكتر من الشارع اكتر من الشخصيات بتاعته انا اللي فاكرة كان مشهد هما كلهم في المركز الخاص المصري وكلهم مصريين مع بعض بس نقطة جانبية حلو نخرج من لنا هو عنده وعنده ومشكلتين حوارتين تاني انه هو اسم ايلان تورينغ غلط وقال وهو بيتكلم على التروجن صوفتوير فدول مش نسيهم يعني وعلمت عليهم في المراجعة طب احنا كده خلصنا من كل حاجة عملناها مراجعة صح سنتكلم على الحاجات اللي ما عملناها دي خلصنا الحاجات اللي احنا الاتنين شفناها يعني خلصنا كل حاجة احنا الاتنين شفناها يفضل عندك انت حاجة انت شفتها ولا ما شفتهاش وهو فيلم حد الطار السعودي اللي انت طبقت فيه مدرستك بتاعت هاتو وبعدين زوفو اللي انت بتعملها دي اللي هو برافو وشبطار وجميل وعشت وبتاع ما عرفش مين واول لما يبتدي ينام منك كده تروح رازعه الستة ونص من عشرة وسلام وجريت من عشرة انا لا انا قريد انا حافظ الوراق لغاية لما حوقعك في وقت من المرة عايز سألك على سؤال حد الطار لا انا شفت المراجعة انتو انواع الانتاج عندكم في السعودية بينقسم ايه وايه وايه يعني احنا عندنا في مصر فيه افلام الستوديوهات وفيه الافلام المستقل حاجة شبه امريكا شويتين والافلام الستوديوهات داية في الاغلب هو استوديوهات تقريبا بس لأ هو جدل انستوديوهات بيبقى يا اما اكشن قوي يا اما كوميديا قوي وفيها نقل كتير حتى هما بيعملوها بيستخدموا الترمينولوجي بتاعت الرفرنس بلابل ودي كارثة بتحصل عندهم وعندنا الافلام اللي بتتعامل بشركات الانتاج الاقل او بالمجهودات الزاتية او بدعم من اشخاص اصبحوا مشهورين عندنا زي حفظي والشركة بتاعته وكلام دا كله ودي الافلام اللي بيبقى ليها قيمة فنية اكتر وبتروح مهرجانات وكلام دا كله انتو الدنيا متقسمة عندكم ازاي وحد الطار ينتمي لانهي تصنيف طيب انا حقول اجابة واذا كانت غلط فايتلوم عن جهل لازم اصلحه لازم اكون عارف عن الصناعة عندنا للأسف لما اني عارف معلومات كفاية بس با حاول اتفقف اكتر في صناعتنا اللي ما كانت عندنا الصناعة فالاجابة بالنسبة لانه احنا اصغر من التصنيف حالي انه ما عندنا الطريقة التصنيفية بس اللي ملاحظوا اللي شفتوا فيلم شمس المعارف مثلا اللي كان فيه براء وفارس قدس وكذا هو فعلا فعلا فيلم شباب بس لا ما تفعلوا فاز بمسابقة او شي عن وزارة الثقافة ومولوا تمويل محدود بس انه تمويل من جهة نقدر نقول حكومية وجهة رسمية فهذا كان فيلم فيلم حد الطار انا ما عارف تفاصيل بس نما شفت الفيلم في البداية كان فيه شعار وهذه شعار لأحد الجهاد الانتاجية اللي عندنا قناة تلفزيونية وعملوا قبل فترة اعادة هيكلة للقناة وعملوا برامج كثير ومسلسلات نزلت منها في رمضان وأظن هذا واحد من الانتاجات الخاصة فيهم بس برضو الانتاج تبعها وكان محدود وفي نتفلكس طبعا بتحاول الآن بتدعم الشباب لكن شركات انتاج كبيرة أنا ما نشايف في عندنا شركات انتاج للآن كانت في شركة الهدف وغيرها زمان كانت المسلسلات البسيطة حاجة رمضان وكده مش مش اكتر من ده مش اكتر من ده اوكي جرح احنا انا بالنسبالي عندنا احنا هنا الافلام اللي بتفوز بمسابقات او اللي بتاخد دعم من مهرجانات اخرى او من هيئات حكومية او من وزارات او كلام زي ده ما زالت تصنف كافلام مستقل يعني حتى لو خدت بعض الدعم المادي علشان تصرف عليه هي افلام اللي هي من الافلام الفنية اللي تتعرض في المهرجانات والامور دي كلها فكون ان دي نوعية سائدة عندكم سونر او ليتر هتشجع اللي معهم فلوس بجد ان هم يصرفوا بجد ويعملوا برودوكشن تقيل المفكرة بس ان انا عايز اعرف السنة ما عندكم لما تاخد الشكل التجاري حيبق شكل عامل ازاي هو ده اللي انا منشغل بي انا انا يمكن هستغل اللقطة دي هنا واتكلم انه يا جماعة صناعاتنا بتتحسن يعني لازم نعطي فرصة لازم لا 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 تمدح لا تطبل سفل مو بس انتقد لا سفل بس شوف لانما انتو شوف هتشوف الارتفاع في المستوى هتشوف كنا فين وصرنا فين لانا حد الطار صدقا اثر فيه صدقا خلص الفيلم وشفته انا ومرتي واحنا الاثنين انبسطنا فيه مشاكل فيه غياب للحوار بشكل كبير ويمكن هادي اكبر مشكلة عندنا اليوم على الساحة انه ما عندنا حوارات حلوة عندنا قصص نقدر نرويها جميلة بس الحوارات الجانبية اللي بين شخصيتين دايما بتفلت بتحسن فيه شيء اوف بتحسن انها مخصوبة عشان يملي فراغ على الشاشة اكتر من شيء تاني وعشان كده جمالية الفيلم بالنسبة لي حد الطار كانت اكترها في الاحداث اكتر من الحوارات بين الشخصيات واللي صارت بينهم فانا اليوم شايف انه احنا بنتعدل جيل جديد طالع شباب زي الورد من مثلين ما شفناهم قبل كده في اعمال بيطلعوا اليوم وبقدموا حاجات حلوة فيصل الدوخي بيذوي فاز بجائزة في مهرجان من مهرجانات القاهرة اتفرجت وانا بغى امسك انه يعني ايش فيه لا فعلا عجبني تمثيل تمثيله حلو بس مرة ثانية احنا بنقارم مع مين هذي كمان النقطة شفت انت قبل شوية كيف بتقول بتقول الاسكيل وكيف ان الميزان اللي عندك مطبعا ما هتقارنه بأفلام اجنبية احنا لازم نعمل نفس الشي بس احنا كمان ما عندنا ارث سينمائي زي الأفلام المصرية اللي ممتدة من 100 سنة تقريبا احنا ما عندنا يا جماعة احنا ما في ولا شي فأي شي يطلع ولو شي بسيط كويس يعتبر تقدم فاضح يعتبر تقدم كبير جدا لان احنا ولا شي احنا ما كان عندنا لح حاجة وبدأنا نقدم فلو انه يلفت انتباهي هذا يعتبر شكل جيد ولا اشوف ان حد الطار تجربة ناجحة بكل المقاييس في تقديم فيلم جاد ليش بأقولها هكذا لانه الفيلم مسهم ما هو فيلم كوميدي ما هو فيلم يعني شفس المعارف ما اقلل منه ابدا فيلم جميل انبسط فيه وكان ناجح حتى تجاريا بس حد الطار فيلم جاد اكثر برسالة اعمق بتفاصيل اكثر دقة بشخصيات تعلم معاك اطول مو بس من الجانب المرح من الجانب اللي بيوصلوا الفيلم نوعا ما فانبسط في الفيلم جدا في مشاكل كثيرة ويمكن عشان كده حبيتي انه اتكلم على المشاكل واخد راحتي فقرة الحرك بس عشان اكون صادق مع التجربة ولا ككل لو بقولك فيلم سعودي يعني فيلم يستاهل كل واحد تفرج هميزي فيا تدي فرصة محمودة بغير اسألك حتى لو ما صورنا عليه يا ري تدي فرصة وتفرج عليه اظن انه احنا في مرحلة اليوم نحتاج انه نشوفنا بعيوننا وبعيون بره لانه احيانا يا عيوننا تكون تنتقد بزيادة وهذا طبيعي بالذات لما يكون دوبنا طالعين بنقدم شي جديد في عندنا السلبية دي او بنمدح بزيادة من باب التشجيع فالحياد حيفيدنا بشكل كبير ربنا يا سهر هو موجود في حاجة اونلاين ممكن عرف تشوفه عليها نتفلكس يا ما نتفلكس يا ما نتفلكس هو على نتفلكس اصلا انا كنتش عرفه عليها هو نزل في سينما وبعد نتفلكس اخدته وحطته عندهم في نتفلكس ياريت تشوفه طب نجيك انت اخر مراجعة عملتها قبل ما نصور كانت الانس والنمس وافرجت عليها بي ذوي لانه انا احب محمد هنيدي جدا يمكن من المثلين القلائل اللي ما اسيب له فيلم احسه كده واجب انه مو واجب صعب لا واجب حلو ان انا اعمل و اكون مع حبوب قريب علينا وفاهم الخليجيين كويس فاهمنا وفاهم احنا نحب ايش كمانا فبحر صني اشوفه للاسف احنا ما نزل عندنا هينزل الاسبوع الجاي فشايف انه انت كنت راضي بالتجربة وقديت سبعة ونص بس ايش حكاية شريف عرفة ايش حكاية شريف عرفة ماستر كلاس يا رايس شريف عرفة من من كبار المخرجين المصريين وقد يكون من اقل القليلين الباقيين وانا بقول اقل القليلين القليلين دي اعمال افتكر من تاني ممكن يتحط جنبه بعاني بس لقيت حتى مروان حامد حتى مروان حامد مروان حامد مروان حامد مازال يوصف بمخرج شاب حتى وهو عمل حاجات كتير كويسة وفيه مخرجين كتير عندنا كويسين انا مش بقول انهم محشين بس ما عندناش حرس قديم متبقيين ونشطين وبيشتغلوا بالشكل اللي بيعملوا شريف عرفة شريف عرفة موجود لو بيغيب سنتين تلتة بيرجع تاني بفيلم وبيرجع بفيلم مهم بيرجع بفيلم يجد بالاهتمام شريف عرفة ده صاحب افلام عاد الامام الاعظم الطيور الظلام والحاجات دي دي شغل شي فعرفة معادي المنسي والارهاب والكباب والحاجات دي فان الرجل دوت لحتى الان عنده القدرة ان هو يجاوب على السؤال الصعب قوي اللي كان عمالي اضطرح مؤخرا عندنا هو واحد زي محمد سعد حيرجع امتى هو واحد زي احمد حلمي حيرجع امتى واحد زي هنيدي حيرجع امتى دي ناس كانت مسيطرة على شباك التذكر وعلى فكرة مروح الناس للسينما لسنين طويلة والتلاتة في حالة مش عايزة اقول انحضار تعالى نقول سقوط حر بقى لهم عدد من الافلام انت نفسك بتقول انك بتحب هنيديو بتتفرج على الافلام وتشوفت افلامه الاخيرة صح ياو يعني ماكت حالي اصع عليها كثير يمكن اخر فيلم قوي لهنا دي لو انا مدخون الذاكرة كان فول الصين العظيم يمكن اكتر فيلم فاكر بتفاصيله احنا بشوية بشوية حنية من عندنا بنقول ان امير البحار فيلم كوميدي فارس جدا وهزلي جدا ولكن بيدحك وشغال كويس بعد كده انا حزنت على هنيدي يعني في اختلاف ما بيني وما بين عدد كبير من الجمهور على يوم ملوش لازمة بس انا شايف انها فيلم مش حل عنده حاجة اسمها تتراهيبة عنده حاجة اسمها عنطر ابن ابن شداد ومعرفش ايه ودي حاجات مؤسفة يعني مش مجرد حاجات مش حلوة دي حاجات مؤسفة ان هنيدي يشتغل فيها لو انت هتقيس على السكيل ده فانا ابشرك بين الانس والنمس عودة مقبولة الى حد كبير للفورمة لسه مش عودة كاملة للفورمة مش فول الصين العظيم يعني انت لو لو اخر حاجة شفتها هتقارن بها فول الصين العظيم ممكن متطلعش مبسوط قوي بس في تقدم واضح في كوميديا نكحة في اوقات كتير طلعت نوع من انواع الدحك اللي انا افتقدته في السينما المصري بقلي فترة طويلة ماتحكتوش في فيلم مصري بقلي كتير يعني تلميسة مش انجح حاجة بس النية واضحة والاجتهاد واضح وعندنا احنا جيل كده يا ماهر من الكوميديانات المسندين اللي بيطلعوا في كل الافلام تقريبا بايومي فؤاد على عالي ربيع على معرفش والناس داية وصلت لدرجة ثقة انهم بيشتغلوا في السنة بالستة سبعة افلام لان ما فيش فيلم في الدنيا بيخلوا منهم ووصلوا لدرجة عايز اقول اهمال معلش ولو هما سمعيني او حد فيهم ازعل مني لا اهمال هما وصلوا لدرجة ان هما بيشتغلوا انا حتى وصفتها في المراجعة وقلت اللي هو خلاص بقى انا لا حبز المجهود كبير في الكوميديا ولا حبز المجهود كبير في الافي ولا عايز مشاهد صعبة ولا عايز مشاهد مركبة ولا عاوز ميكاز اكتر من اللازم عايز اطلع بهدومي ويا ريتقلع هدومي جوه الفيلم عشان ادحك الناس واخلصنا على كده ولا اقصد بيومي فؤاد فقط عشان اعرف نية الناس عاملة ازاي مع الشريف عارفة ما فيش معلم يعني لا انتوا هتشتغلوا انا قلت كده الرجل ده بياخد ما عندوش هزار حتى في الهزار هناخد الموضوع جد هنشتغل حتى لو نقطة بسيطة هتمثلها هتديني فيشل اكسبريشن هتديني انفعال بجد عمرى عبد الجليب عندي سؤال على دور كم يعني وصلت النقطة تبعك حاجة المثيل الثاني بس فيه مثلة ان هي شدة انتباهي انت اعجبني تمثيلها وهي موجودة في الفيلم فايش كان دورها في الفورمة هل كان لها دور واضح من اشار بي كويسة جدا ايو اطبعا هي الليد هي الفيميل الليد بتاعت الفيلم فيها طاقة طاقة هي الكلمة اللي انا بدور عليها الممثل كل الكاست بيمثل بطاقة عندو طاقة كوميديا وعندو طاقة تاكسيدية حتى وهم عارفين ان هم فيلم هزار بيشتغلوا بما يرضي الله والسر ورا ده شريف عارفه اكيد لان ابن الاخر هذا المكون لما بيتشال من الافلام التانية اللي بنشوفها كلها كل المزايا اللي بتكلم عليها دي بتنصحب معا ومنها يعني انا ملي خبير زيك في الافلام المصرية بس انا حريص على اعمال منا وهند صبري من القلائل اللي تتقبلهم في الكوميدي وتتقبلهم جدا كمان في الدراما بس كان ليا فترة ما شفتها في كوميدي انا ليا فترة ما شفتها في كوميدي عملت الفيلم الاخير بتاع احمد حلمي ما كانتش كويسة خالص للأسف الفيلم كله ما كانش كويس عملت كده رضا مع احمد حلمي وكانت كويسة جدا لا كده رضا الفيلم السابع وعملت كوميدي عابرة في افلام جده برضو كانت موفق اديم انا بحاول افتكر معك الحاجات الكوميدي اللي هيشتغلت فيها ايو اه لو انا فاكر صح هي اللي كانت مع ابو العربي مع هاني رامزي اتصور مش متأكد غالبا هي برضو كانت كويسة اا موجد انا فلاق مالكوميدي خوصت في مصر موجد انا فلاق مالكوميدي انتهت لا يا باشا مين اللي قال لا 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 اللي حصل بس نحن بتدينه نشوف حاجات تانية جنبها يعني حاجات والاسف مش كتير يعني برضو احنا لما بنيجي النوع بنعمل اكشن دراماز وليلة قوي وان كنت شفت كم تريلر اللي حاجات شكلها جاي في الطريق ممكن تبقى كويسة يعني اتمنى ان الاستفاقة العامة للسينما تنعكس علينا بشوية تنوع وشوية كتافة الجودة دي اسيلي خليها على ربنا انا فقط انا سلمت امري لله في الجودة معرفش خلينا بس نتكلم على شوية تنوع وشوية كتافة يعني ان السينة بتاعتنا يطلع فيها اكتر من 30 فيلم وقلائي اكتر من 5-6 تصنفات ده كل املية ان شاء الله طب فيه فيلم انا ما عملت عليه مراجعة بس ما نعارف انت شفته ولا لأ وكان منتظر لحد ما لأسباب كثير على قلب النسبة لي اللي هو فيلم Space Jam شفته وشلا ما شفته بس سمع عنه بلاوي الفيلم عبارة عن دعاية ضخمة لورنر بروذرز يعني الفيلم كله مبني على انه كيف نبين انه عندنا هذا العالم الكبير ما في شخصية يا رجل من شخصيات وانه بروذرز ما طلعت وبطريقة كان فيها اقحام اكتر من انه استغلال جيد للشخصيات هذه غير انه المقارنة حتصير صح؟ غصبا عننا هذه الاشياء للمقارنة لازم تصير فواحد زيي انت بتعيد فيلم ماين فاشه من قرنش فواحد زيي عاش فيلم Space Jam ومع مايكل جوردن وكنت في وقتها انت كي امني متابع للسنة بس مايكل جوردن كان اسطورة عالمية وكلنا عارفينه وكان عيني تيشرتات وشيكاغو بولز وكل مكان وكنت متعلقين بالراجل هذا فلما يجي فيلم تاني اليوم مع شخصا اصلا مقارنات برا هل هو القوت ويجي يعمل نفس اللي بيسويه انا بالنسبة لي كان اختيار يعني عملية كلها فاشلة على بعض فيلم كمان يطلع سيء يحزن يحزن كده يعني احسن واحد وصفها جيرمي في المراجعة حقته جيرمي في المراجعة حقته قل لك في لما مايكل جوردن ان عملت القصة معاه كان انه كوكب لوني تونز هذا او عالم لوني تونز جاتهم مصيبة من الفضائيين وعشان يطلعوا منها عملوا تحدي معاهم سلة لانوا شفوهم صغار هبل كده ما هيقدر يلعبوا سلة فقالوا نتحداهم سلة فلما نتحولوا وصاروا وحوش كبيرة قالوا واو احنا في ورطة الان فراحوا اخذوا مايكل جوردن معاهم ففي سبب انهم يروحوا يطلعوا من هذا العالم للعالم الحقيقي ويرجعوا من الاعتزال لانه صار لاعب بيسبول ويرجع ويلعب معاهم فكانت القصة على الرغم من بساطتها ولا ثقافتها ولا موجهة للأطفال بس تمشي شغالة على الورق وشغالة على التلفزيون في الفيلم ده انت ما عندك قصة تروى انت العكس انت لبران جيمز اللي في ورطة وما لقى إلا اللوني تونز انهم يسعدوا فنفس البريمس او الحبكة حقا الفيلم من البداية يتبين لك انه غير منطقية اصيسا ووقتها في السبعة في الخمسة وتسعين او ستة وتسعين اللوني تونز انا تربيت معاهم انا اعرف باكز موني واعرف الدك واعرف تازمينيا واعرف كل الشخصيات اللي موجودين فيهم اتربيت معاهم اولادي اليوم ما يعرفوهم في الفيلم ده انت منزلوا المين لا الشخصيات لا لساها عايشة اليوم ولا انه عندك بريمس ممكن انك انت تقوله انت بس عملته وهذا اللي واضح من الفيلم تماما يبغي يوضح لأي درجة عالم وورنر بروترز انه عندهم جيموف ثرونز تحت المضلة حقتهم انه اتش بي او لانه عندهم كل الاشياء الثاني اللي تحتها فوقتي راح في القص ووقتي راح اني اشوف ايش الشخصيات اللي طلعت اكتر من اني اشوف القصة اللي سايرة ما عندك ضحكت في حاجات ضحكت في حاجات ضحكت فيها من قلبي بس الفيلم ككل فشل فشل كبير كمان صمعت كلام شبيه بالحطة اللي بالتحديد كاجابية يعني عن فري جاي انه مليان كيميوز ويقولك الناس كانت بتصرخ في السنة مالما كان بتزن اه والله طب حلو انا مستني هو حيكون من افلام اوغست اسبوع الجين عندي معضلة حينزل حينزل اولد وفري جاي ايضم في نفس اليوم اولد حاج ام نايت انا عندي بقى حينزل اولد وفري جاي وموسى الفيلم طيب بيتر ميمي في نفس اليوم واللي قال عن من كده ان اللي ما حينزلوا هما التلاتة حكون لسه مسافر ربنا يتولانها حتراجع معايا شكلك بالحلق الجاي طيب تمام انا فاضل عندي حاجة كمان شفتها ما اكلمتش عنها لانها مش جديدة قوي وان كانت جديدة قوي نفس الكنين في بعض هي مش جديدة وجديدة في نفس الوقت انت كلمت عنها وناس كتير كلمتني عنها وانا ما كنتش متخيل انها ممكن تكون على هذا المستوى من الجودة ولكن انا لازم اتأسف يعني انا في حاجات كتير برفقوا تتفرج عليها وفي حاجات بتتفرج عليها وارجع وقول لا ما كانتش حلوة المرة دي انا عناتت كتير في ده والعالم كله طالع عنده حق وانا طلعت غلطان تدلسوا اه والله انا مصبت جدا 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 مش ممكن من اروع ما يمكن من اروع ما يمكن انا كنت متخيل عشان انا عارف شخصية تدلسوا من الاعلانات بتاعت امس ان بي سي ولا معرفش سكاي ولا اي ان كانت القناة اللي بيعملوها دي كان شخصية هازلية واحد موجود في المكان الغلط وعمالي هزر وخلاص وانا كنت متصور عن المسلسل كده ما كنتش عارف ان في دفاع عن بعض قيم الليدرشيب والكوتشينج اللي انا شخصية مغرم بيها وبناجي بيها في الجانب الرياضي في المطشاط وفي الكرة وكلام دوت وما حدش فهم انا بتكلم في ايه فاني ييجي الراجل ده في غطاء او في غلاف من الكوميديا ومن الهازل ومن السخافة والكلام ده كله ولا ايه بيجسد كل حاجة وبيبيع الكلام اللي انا بنحر من قلبي عشان اوصله بمنتهى السلاسة والبساطة دي انا كنت مغرم ومرتبط دراميا بكل الشخصيات وسخنان لسه ما شفتش حلقة التالتة ما عاوز اشوفها وان كانت التانية خلصت على كليف هانجر مرعب انا اخطأت في اني اتأخرت ده كله على ايه نتفرج على تدلاسو التانية من الموسم الاول ولا التانية من الموسم التاني التانية من الموسم التاني انا مخلص الموسم الاول كله وبتفرج على موسم التاني دلوقتي مع الناس انا فيه نقطة موجودة وسبحان الله ظبطت أن نتكلم الآن معها مع تدلاسو أنا تدلاسو أحبيت جدا فيه الإيجابية رائعة جدا في الوضع يعني قليل اللي بتوصل لك الإيجابية بشكل سلس ما يكون سخيف والله سطحي إحنا للأسف بنتكلم على الواقعية ودائما نربط بين الواقعية وبين أنه دائما لازم فيه دك على الدماغ ولازم أن الحياة سوداوية ولازم كل شيء لأ فيه مروا عليك ناس أكيد يا محمود في حياتك وفي عملك وحياتك الواقعية وعيلتك يكونوا إيجابيين ومروا علينا ناس إيجابيين قليلين بس فعلا أثروا فينا وقدروا أنهم يشكلوا هذه النوعية اللي مرت عليها في حياتي ومرت عليك في حياتك في هذه الشخصية اللي حسيت إنها قريبة مني فعلا والرسائل اللي بتوصلها حلوة والنقطة الإيجابية اللي كانت في الموسم الأول موجودة وخايف عليها من الموسم الثاني وحتلاقيها الآن في حلقة الثالثة من الموسم الثاني هو عدم موجود أجندة سواء كانت أجندة سياسية أو أجندة اجتماعية الموسم الأول قدر ينجو من غير أي أجندة واضحة أو فاضحة الموسم الثاني الحلقتين الأولى نجت الحلقة الثالثة للأسف دخلت شوية أجندة سياسية في الموضوع وأتمنى إن الشيء ده ما يكمل وأتمنى إنها جاية من سياق عالم الشركات وكده أكثر من إنه أجندة محبوكة أتمنى إنه بس حلقة بس ومو دخولاً للأجندات إنه حيكرهني وإنت قلت حاجة حلوة في مراجعة جنغل كروز أنا قلتها بس لما جيت أمنتج شلتها لأنه كانت تفلسفت زيادة عن اللزوم موضوع حشو الأجندات وإحنا نتكلم عن الأجندات اليوم في يوم من الأيام كانت الأجندة الوحيدة اللي موجودة والأجندة الواضحة كانت الأجندة حق الأمريكان وإنه هم أبطال العالم وإنه هم اللي بينشروا الحرية في كل مكان يمكن أجندة تانية كانت موجودة أجندة اليهود والهولوكوست وده كله أرغم من قصصه بحلوة صراحة لكن اليوم إحنا بنعيش بين أجندتين بتخنقنا في كل شي وصارت أساسية في كل عمل لازم يتسلم وبتضر الأعمال أكثر ما تفيدها الأجندة النسوية والأجندة المثلية فأتمنى أن الشي ده أن تدلس وعلى الأقل يكمل من غير دخول هذه الأجندتين لأنه صراحة صارت تخنق لا لا الحلقة الثالثة بشكل بسيط يمكن ملكل كمان انتبه لها بس كان فيها والله كانت فيها دخول الأجندة سياسية مؤينة أنا جايب لك معي خبر عاوز أخد رأيك فيه أنا معي خبر أنت معك كم خبر أنا عندي كمان خبر أنا عندي خبر اتنين ممكن نتكلم عنهم ونختم كده طيب أنت عندك خبرين فنعمل سندويتش قول أنت خبر وبعدما ما خبر وبعدما ما خبر طيب الخبر الأول اللي حابب أقوله أو أنه الكل اللي تكلم عليه قبل فترة بسيطة كان الصورة اللي نزلت على الصورة الأولية لمسلسل اللي عاملينه أمازون واللي حينزل في 2022 هذا أول تأكيد على موعد العرض وأنه حيكون في 2022 إلى الآن ما في شيء رسمي يقول القصة حتكون على إيش هذا على حسب قراءتي للآن بس اللي الناس بتستنتجوا ومجانين عالم لورد оф دا رينغز أنه حيكون قبل عالم لورد оф دا رينغز اللي إحنا شفناه وما يعرف قلدي إيش حيكون من دا هوبت أو وسط أحداث دا هوبت بس هو قبل أعمال لورد оф دا رينغز الشاهد في الخبر دا كله واللي يمكن أعلم معايا بشكل كبير موضوع أنه ميزانية الموسم الأول من هذا العمل هو ربعمية وخمسين مليون دولار وهو بكل المقاييس يعتبر ميزانية عالية 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 فشخ كمان يعني مش أي كلام لأي درجة حماسك لدى العمل يا محمود شبه غير موجود عنديش أي حماس من أي نوع للعمل يا راجل خالص يا راجل أنا مش من محبي لورد оф دا رينغز ليه غريبة أنا اتفرجت على الأفلام لورد оф دا رينغز في وقتها وشفت الحراك الثقافي الرهيب اللي كان حواليها وما قدرت الشرطة بيها للأسف وما بين الست أفلام اللي تعملوا من دالك العمل العالم اللي هما التلات أفلام بتاع لورد оф دا رينغز والتلات أفلام بتاعنا بكمل هو بخلص كل حاجة مرة واحدة عشان تنفجر انت براحتك والثلاثات تاعات دا هوبت الفيلم الأفضل في رأيه هو اللي هو الجزء الثاني من دا هوبت والعالم أنا مش لا أنكر ثراؤه والقدر أنه يطلع منه حاجات كتير جمدة جدا بس مش جعن لحواديد إضافية منه بس دا كل العالم إيه أجدب أجدب يعني أنا مش عارف لا مش تجدب لا مش تجدب بس أنا عندي مشكلة كبيرة الآن لازم ترجع تتفرج على لورد оф دا رينغز تاني يا مان لازم ممكن زمان لأي سبب من الأسباب ما علم معاك بس أظن اليوم مع الثروة الثقافية اللي جمعناها من مسلسلات ومن أفلام ومن قصص بالذات الأشياء الملحمية هتخليك تقدر القصة اللي قدمت في ثلاثة أجزاء ولا أرواع وأنا بالنسبة لي يمكن أول مرة أقول أقلت أقل كده معاك في أحد النقاشات أن لورد оф دا رينغز بأجزاء الثلاثة هو أفضل تيرولوجي أفضل تيرولوجي بدأ قصة ونهى قصة محبوكة ومشبوكة وقدم شخصيات ونهى شخصيات وقدم لنا عالم أتوقع لو كان قدمه بستة أجزاء كان يقدر بس مرضو قدمه بثلاثة أجزاء وكان مضغوط حبة بس قدمه بعمل جميل إنه واحد ملم بهذا العالم ويعرف أن الأفلام أصلاً ما أخذت الكتب كاملة الكتب أكبر من الأعمال اللي تم عملها في الفيلم بالعكس خلينا أتعطش أكثر أنه نقدم سلسلة وتأخذ حقها القصة بشكل كبير التخوف الوحيد اللي عندي أنه أكيد هتصير مقارنات وأكيد يعني هنكون قاسيين في المقارنة فعشان كده ما بغاهم يأخذوا القصة اللي احنا شفناها على طول يدوني أي حاجة من الأشياء اللي كانت في الخزنة الكبيرة للكتب الخاصة بتوكن أنه تنعمل منها مسلسل وأنا من جد متحمس وفي عندهم ثروة لو قدر يأخذوا الثروة هذه ويحولوها العمل الكبير بكل حواراتها اللي موجودة يمكن هذا أول مرة نوصل لعمل ممكن أنه يجاري قوة عمل Game of Thrones إذا أخذوا الحوارات زي ما هي في الكتب لأنه حتى Game of Thrones نفسه وجورج R.R. مارتن نفسه ما عمل هذا العالم إلا تؤثرا بتوكن والأعمال اللي كانت معمولة بتوكن وقلدي إيش الشخصيات كانت متنوعة والعالم كان كبير فعشان كده أنا متحمس أنه محاولة جادة لأخذ أعمال بتوكن بشكل مسلسل وليس فيلم مضغوط على رغم من النجاح الساحق على الأقل بالنسبالي لثلاثية لورد الدرينز أميزك الخبر اللي عندي أنا بس go ahead sorry أنا بس حاجة واحدة 450 مليون دولار يا جماعة إذا أبغى أقراها معناته المسلسل سيكون بمواسم كثير معناته سيستثمروا في الموسم الأول بشكل مهول لبناء كل شيء إن كان بناء مدن خيالية إن كان الأزياء إن كان الطاقة إن كان كل شيء أنت بتستثمر مرة واحدة وبتطل حقه على مواسم كثير ممكن ترجع وتشوفوا نفس المقارنة مع Game of Thrones الموسم الأول كلف بشكل كبير جدا هذا لا يعني إنه كل موسم هتكلف نفس التكلفة فضل المحمود ما عليك إطاعت كلامك حتة حرقة على المشل سو سيد سكوات اللي حنتكلم فيه دلوقتي يا جماعة فلو يضيقكم ما تتفرجوش مع الحتة دي أنت تفرجت على بتاع سو سيد سكوات صح؟ بتاع اللي يخص من الآخر وعرف ده تمهيد لإيه؟ اللي عرفته إنه هو فيلم أو مسلسل خاص جون سينا بنفس الشخصية هو مسلسل تم الانتهاء من تصويره بالفعل ده الخبر اللي تم إعلانه وبيستعدوا لإعلان لموعد عرضه موعد عرضه بكل تأكيد 2022 وفيه ناس بتتنبأ بأنه هو أز إيرلي أز يناير 2022 والتركيز بتاعه هيكون على شخصية أهو تصور خلاص التركيز بتاعه على شخصية والشخصيتين اللي كانوا معاه في المشهد اللي في المهمة بتاعته تحت قيادتهم ولا يستبعدوا من الآن أنه هو يكون يعني هما يا إما على استعداد يا إما قرروا بالفعل تجديدوا الموسم تاني حتى من قبل ما يتعرض لو بنكلم بقى هل ده هيعمل هل هيعمل عالم الآن لسويسايد سكواد يعني بمسلسل وكده ده شي جديد علي صراحة وإنطباعك ده المهم ده السؤال انطباعي أنه خربت خرب الموضوع يا باشا ويلا كله بدأ يعمل مسلسلات ويعمل أفلام وإحنا نتابع أبوكو على اللي قم معكو لا أنا خبر مش قيد يعني وحتى فيسمايكر على الرغم أني قلتها في المراجع أنه هي أكثر شخصية منطقية بس معله ما حتعيشني مع جون سينا مسلسل يعني حرام ده عذاب يعني هو مع شخصيات تانية مش الحال بس تخليني يتفرج عليهم مسلسل كامل عشان أشوفها لعالم اللي أنت بتبنيه لا وحياة أمك يعني ما علي الدين الخلاصة وخلاص يعني والسؤال اللي يخطر على بال أي إنسان شاف The Suicide Squad لو قال لك بصي رئيس أنا عارف أنك اللي عايز مسلسلات ولا عاوز بتاع ولا عاوز الحل بدا بس أنا دلوقتي بقيت مزنو ولازم حعمل مسلسل واحدة من الشخصيات ورتب لي من الأول للأخير يعني ما تقوليش المفضل عندي من الأول للأخير في الأغلب بيسميكرا حيطلع على الأخير طبعا طبعا بالراحة مو عشان شي بس لأنه أنا عارف في الأخير من حيمثل لو كان مثل تاني كان قلت أوكي ممكن يديني أداء درامي لأنه الشخصية منطقية كيف إنسان مؤمن بأهمية السلام مهما كان السبب هذا بريمس لحاله عظيم بس عطيته الإنسان ما يارف يمثل ما عنده أدنى قدرات التمثيل فحرام يعني ضيات الشخصية بشكل كبير يا عمي لو كان خلت السمكة بكلمتين يقولها كان أحسن عندي من أنه تديها للجونسين طب لو أنا سألتك السؤال دوت هتقول السمكة هتقول الشارك من الشخصية من سو سيد سكواد اللي تحب تشوف لها مسلسل مستقل لا أنا لو بغشوف مسلسل مستقل طبعا هاخد هارلي كوين وترى بيدوي هارلي كوين عندها مو مارل قروبي هارلي كوين نفسها عندها مسلسل مستقل من دي سي على ورنر بردرز الآن جميل جدا كرتون معها السمكة برضو فأبيرنتلي فأبيرنتلي إنهم بيعملوا بطرق مختلفة ما بين أنيميشن ما بين مسلسلات عادية فإمكن هذا الشيء اللي ما قل لهم وطبعا مارل قروبي ما حت يعمل مسلسل خلينا نكون واقعيين فيه ممثلين بيوصلوا للمرحلة ما يخرجوا من الأفلام إلى أن يوصلوا للمرحلة تانية يرجعوا مسلسلات تانية فمارجو روبي الآن في هذا الوهج صعب تجيبها ده حسك كده إنهم بيعملوا بيعملوا المسلسلات ومصغار في بيعملوا المسلسلات والأفلام معاملة الدوري الممتاز ودوري الدرجة التانية إن فيه عندنا لسه فيه نجوم ممتاز دول بيلعبوا في دوري الدرجة اللي هو السينما وفيه نجوم درجة تانية دول حيلعبوا في دوري المظليم اللي هو المسلسلات ويمكن محمود هذا شيء اللي الشباب يمكن اللي ترعرعوا على مشاهدة المسلسلات الآن وعلى الجيل الذهبي للمسلسلات ما يعرفوا إن في يومنا الأيام كان تقسيم الممثلين نوعين ممثلين سينما ممثلين تلفزيون بينهم بينهم فاصل مهول إنت لو عملت تلفزيون مستحيل تروح سينما وإنت لو كنت في السينما وروحت للتلفزيون مستحيل ترجع سينما تاني أنت خلاص نزلت من نفسك كانوا هم نفسهم يطلوا البعض بنظرة فوقية يمكن الجيل الذهبي للمسلسلات ومع الإنتاج الغفير ومع وجود وشركات تدفع قدرت تدفع لممثلين كبار ويجوا وأول مفتحها كان كيفين سبيسي يمكن في هاوس أو كارز ويمكن في ممثلين غيرهم لو أنا نسيتهم بس كانت ما كانت عملية سهلة فلينت عايشوا اليوم إن المسلسلات شيء كبير وممثلين صف أول زي ماتيو مكونيه ولا هاريسون ووودز ودول كلهم يقدموا مسلسلات هذا جاب على الصراع طويل فهم الآن اللي عملينه مارفل وديسي رجعوا للأساسيات إن الصف الأول يكمل سينما والصف الثاني وشخصيات الصف الثاني نكملهم عن طريق مسلسلات مستكترين عليهم فيلم مستكترين عليهم فيلم هم اللي بيحطوا من قدرهم بأيديهم يعني بالضبط بالضبط آخر 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 نقطة عندي وممكن هنا ننهي ننهي الحلقة دي خبر مش يعني مش لطيف وخايف وأبغى أتوقع معاك أو أتنبأ إيش ممكن تكون تبعاته على الصناعة ككل يعني إحنا لما جات من البداية وقالت حتنزل الأفلامها شهر بشهر كان من أكول المعارضين كان كريستوفر نولن المخرج تبع دون ناسي اسمه اسمه صعب دايما ننسي اسمه بلدون دوني فيونوف المخرج حق دون دوني فيونوف كانوا ضد القرار كانوا ضد القرار هذا وكده وإحنا عارفين هذي حرب بتصير عادة بين المخرجين وبين الصناع حتى مارتن سكورسيزي كان ضد لكن إليما نتفلك سدته الشيك على بياضه وعمل فيلمه وكل المخرجين التانين لكن هذه أول مشكلة الآن تصير بين ممثلين وشركات إنتاج وهي القضية اللي رفعتها الآن سكارلت جوهانسون على ديزني بلس عشان فيلم بلاك ويدو نزل على منصة ديزني بلس تزامنا مع عرض الفيلم في السينما على الرغم أنه ما نزل على طوء لازم تشتريه برضو بـ 30 دولار عشان تتفرجه وفي أمريكا بس وفوق ده كله رفعت دعوة والدعوة مستندة على شيء حقيقي وواقعي أنه العقد اللي صار معاها ما كان ينص أبدا على موضوع الستريمينج فعملت صجة في ده الموضوع وأظن أنه حيكون له أثر كبير وبناء عليه رجعت إما واتسون اللي سوّرت إما ستون سوري اللي سوّرت فيلم كرويلا رجعت كمان الآن أظن في محاولة رفع قضية على ديزني شكلها رجعت لعقدها وانتبهت أنه ما كان فيه ستريمينج ورفعت هي كمان قضية على ديزني وأظن سكارلت عملت الموضوع لأنها خرجت خلاص ما عندها فيلم جاي يعني بيعاها ما في حاجة حتطلع بالعلاقة مع ديزني خرجت من عالم مارفل ما حتكمل فإيش إيش تظن هل الشي ده فعلا حيأثر هل حيصير في قوانين جديدة هل إيش ممكن يعمل في الصناعة لا ما ظنش لأن احنا بنتكلم على حالة عرضية عموما كان فيه لها معارضين ومؤيدين كتير جدا وأنا من الناس يعني أنا أنا في رأيي الشخصي كنت شايف إن هي خطوة كويسة لأنها سمحت بعرضها أفلام كتير جدا كان زمانها لسه في العرب بالغاية دلوقتي ولكن إن نكتشف إن العقود فيها ثغرات فده أثر جانبي لازم كانوا ياخدوا بالهم منه وكون هم ما خدوش بالهم منه وهم أصلا حتان يعني ما يصعبوش على حد في حاجة بصراحة فتوب حاجة زريفة صيد شو ده مخفيف كده هنتابعوا لغاية لما يخلص ولكن بعد نهايته العمل صغر في العقد حيعرف ياخد بالهم منها في المستقبل وفكرة العروض المتزمنة ما بين منصات العرض ودور العرض دي أصلا ما أعتقدش إنها هتستمر كتير لأن السينما هترجع ومش حيبقى فيه داعي الفكرة فكرة ما هو الداعي ما هو الداعي لأنك تحاول تنصر منصات العرض بتاعتك مقابل للعائد بتاعت التذاكر أنت كنت عاوز تعمل كده ياملا مع عوائد التذاكر كانت مضروبة وأنت كنت عاوز تعاوض مكاسبك ولكن أنك تيجي بإيدك وتقول أنا مش عاوز عوائد من التذاكر أنا عاوز أعرض المضاب التزمن للمنصة عشان خطر المنصة يا خي طز في المنصة وهي منصتي وبقول لك عليها طز أنا عاوز أكبر بكسب ممكن وعاوز أكسب مرتين يا ديت كمان أربع خمس مرات عاوز أكسب من السينما عاوز أكسب من منصة العرض عاوز حقوق ما بعب العرض خارج منصتي كمان لو ده بقى متاح في المستقبل فماعتقدش أنها حاجة ممكن تغير كتير في الصورة تمام جود يامان الشهر ده عندنا أكتر من فيلم مستنيين فيلم هيو جاكمان فيلم أولد فيلم إيش اسمه فيلم فري داي فيلم جري نايت ده جري نايت جري نايت المبسوط أنه هو على وشك أنا معرفش أنا معرفش حرومين منه ليه أظن أظن والله أعلم وحينزل في متققنا وده متاح للمشاهدة بالطرق الملتوية موجود في آيتونز كمان عندك تشتأجره بستة دولار أو سبعة دولار أغلبا هعمل كده لا أوجست 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 أفلام وحلوة فشدي حيلك وشدي حيلي أنا للأسف ماني قادر أعمل أكتر من فيديو أسبوعيا الفترة الجاية بس أظن يعني حنغصب أنه نعمل فيديوهين حتى لو كله منزل حلقة أبي عندي الحلقة الجاية إن شاء الله ستكون على قناة نهر سلام عليكم شكرا مع السلامة